بسم الله الرحمن الرحيم ازاكوا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض كورس جديد كورس مهم جدا بالذات ان شاء الله لو انت ناوي تاخد شهادة لسيم ايه فالكورس بتاعنا هو جزء اساسي وجزء مهم جدا من شهادة لسيم ايه عشان كده ان شاء الله محتاجين نفهم الكورس كويس جدا ونتمرن ونحل كتير جدا طيب هو الكورس بتاعنا اسمه ايه الكورس بتاعنا يا شباب اسمه كوستينج سيستمز يعني ايه كوستينج سيستمز بنسميها بالعربي نظم التكاليف طيب يعني ايه كوستينج سيستم او نظم التكاليف استنى شوية وهاعرفك طيب هو احنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هندرس كام تشابتر احنا ان شاء الله we have three chapters chapter number one بيتكلم عن حاجة اسمها job order costing تاني تشابتر اسمه process costing تالت تشابتر اسمه ABC او اختصار لحاجة اسمها activity based costing الكورس بتاعنا مهم جدا يا شباب عشان كده محتاجين نبزل فيه مجهود كبير ان شاء الله بعد كل فيديو شرح هيبقى فيه فيديو منفصل للحل فقط هنحل ايه هنحل فيه كل اسئلة اللاكتشرز هنحل فيه كل اسئلة التكسبوك وكل اسئلة الامتحالات بتاعت السنين للفت وكمان هنحل اسئلة الـ CMA هنحل اسئلة الـ CMA منظرة لأ احنا هنحلها عشان اكيد انت عرفت ان بيجي منها افكار في الـ final exams احنا ان شاء الله دلوقتي هنبدأ مع بعض chapter number 1 بعنوان job order costing سيبك من كلمة job order دلوقتي تعالى نبتدي الكورس بتاعنا من البداية خالص هو احنا بندرس ايه احنا بندرس accounting او محاسبة تلك لأ مفيش حاجة اسمها accounting الاكاونتن يا شباب ده علم كبير جدا بيتفرع منه فروع صغيرة درسنا قبل كده اول فرع من فروع المحاسبة اللي هو كان اسمه financial accounting او محاسبة مالية وان شاء الله هندرس في الكورس بتاعنا فرع من فروع المحاسبة اللي احنا already سمعنا عنه قبل كده اللي هو اسمه cost accounting او محاسبة التكاليف وان شاء الله السمسر ده هندرس فرع من فروع المحاسبة يمكن انت ما سمعتش عنه قبل كده اسمه managerial account accounting والmanagerial accounting بنسميها بالعربي محاسبة ايدارية طيب طبعا في فروع اخرى للمحاسبة زي ما درسناها قبل كده زي governmental زي auditing and so on احنا محتاجين نعرف دلوقتي هو احنا في الكورس بتاعنا بندرس اني فرع من فروع المحاسبة احنا ان شاء الله هندرس فرع من فروع المحاسبة اسمه cost accounting حلو قلتلك قبل كده جملة مهمة جدا ان المحاسبة ليها فروع والكل فرع هدف وغرض انا عايز اعرف هو انا لما بطبق حاجة اسمها cost accounting او محاسبة التكاليف في الشركات بنستفاد ايه؟ ركز معي الله يخليك مفيش شركة في الدنيا تقدر تبيع لك المنتجات بتاعتها او تقدم لك خدمات الا لو عرفت تكلفة المنتج اللي هي هتبيعه لك ده كام؟ انا ماينفعش اروح ابيع لك اي منتج وماينفعش احط سعر المنتج ده الا لو عرفت تكلفته الاول كام لو انت عايز تعرف تكلفة المنتجات اللي انت بتنتجها قد ايه؟ يبقى روح طبق عندك في الشركة فرع من فروع المحاسبة اسمه cost accounting يبقى ال cost accounting غرضها ايه؟ بنتبقها ليه؟ احنا بنتبقها عندنا في الشركات عشان نعرف تكلفة المنتجات اللي احنا بننتجها انا ما اقدرش احط سعر غير لو عرفت تكلفة عشان كده انا بطبق ال cost accounting عشان اعرف التكلفة كان طيب هو انا بوصل التكلفة دي ازاي؟ عن طريق ان انت تيجي تعمل حاجة اسمها measuring بتقيس بتقيس كل product خد material قد ايه؟ كل product اشتغل عليه كام عامل والعامل اشتغل كام ساعة والساعة بتحسبوا عليها بكام وهكذا محتاج تسجل الكلام ده فبتيجي تعمل حاجة اسمها recording بعد كده بتيجي تلخص كل الكلام ده في بعض الايه؟ بعض reports تقارير كل ده انت بتعمله عشان توصل لهدف هدفك ان انت تعرف تكلفة المنتج اللي انت بتيجي تنتجه اللي احنا تكلمنا عليه ده هو تعريف محاسبة التكاليف ال cost accounting اول جملة لازم تقولها ان هي sub field of accounting هي فرع من فروع المحاسبة اللي احنا بنيجي نعمل فيه measuring recording reporting عشان نوصل لتكلفة المنتجات اللي احنا بنيجي نتنتجها او تكلفة برضو الخدمات اللي احنا بنيجي نقدمها طيب يلا يلا لو عايز تعرف تحسب التكلفة ازاي؟ لو عايز تعرف تحسب التكلفة ازاي؟ شوف الاول الاول بتنتج ازاي؟ اكتب الجملة دي معاي عشان الجملة دي مهمة جدا لو انت عايز تعرف تكلفة ال product بتاعك كام؟ روح شوف الاول طريقة انتاجك عاملة ايه؟ شوف الاول بتنتج ازاي؟ استنى كلمة بتنتج ازاي دي يا جماعة؟ كلمة مهمة جدا من خلالها هتقدر تحدد تكلفة المنتج اللي انت بتنتجه ركز بقى معايا الله يخليك يعني طريقة انتاجي طريقة شغلي بتفرق في الطريقة اللي انا هختارها عشان اعرف تكلفة المنتج كام؟ اه اسمع بقى معايا هو احنا عندنا كم طريقة نقدر نستخدمها عشان نعرف تكلفة المنتجات اللي احنا بننتجها كام؟ بص يا شباب احنا عندنا اربع طرق كم طريقة؟ اربع طرق وركز معايا الله يخليك عندنا طريقة عملوها زمان الطريقة دي ما بقتش نفعة دلوقتي الطريقة دي قديمة قوي فبنسميها ترادشنال كوستنج ترادشنال يعني طريقة تقليدية طيب عندنا طريقة تانية نقدر نحسب بيها تكلفة المنتجات اللي احنا بننتجها الطريقة دي اسمها ايه؟ A B C Method A B C Method هي طريقة حديثة شوية احدث من الترادشنال وعندنا طريقة تانية او تالتة بقى اسمها Job Order Coaster Coasting وعندنا طريقة رابعة اسمها Process Coasting الطرق دول ايه؟ الطرق دي يا شباب هم عبارة عن طرق بتمكنني ان انا احسب تكلفة الـ products بتاعتي او services على حسب الطريقة طيب مش انا قلتلك ان المادة اسمها Costing Systems نظم التكاليف اللي قصدك دول هم نظم تكاليف يعني ايه نظم التكاليف؟ نظم يعني طرق بتخليك تعرف او تحدد تكلفة المنتجات اللي انت بتنتجها يبقى انت كده فهمت يعني ايه؟ نظم نظم يعني الطرق بتستخدمها عشان تحدد تكلفة المنتجات اللي انت بتنتجها طيب ركز الله يخليك احنا هندرس في الكورس بتاعنا الاربع طرق هندرس الـ job order هندرس الـ process costing هندرس الـ traditional وهندرس الـ ABC طيب نرجع للجملة اللي احنا قلناها لو انت عايز تعرف تحسب تكلفتك ازاي شوف بتنتج ازاي بص يا سيدي احنا في التشابتر ده هنيجي نتكلم عن الفرق ما بين طريقة اسمها job order costing system وحاجة اسمها process costing systems بس اكشيلي التشابتر ده هنكمل مع موضوع اسمه job order بس احنا محتاجين نبدأ بالـ process costing احنا عايزين نعرف يعني ايه؟ process costing system اولا الـ process costing system هو عبارة عن اكتب بعد اذنك كده معاي هي عبارة عن طريقة بحسب تكلفة بحسب بيها تكلفة المنتجات اللي انا بنتجها طيب هل الطريقة دي بستخدمها في جميع الاحوال؟ لا الطريقة دي بستخدمها امتا؟ اكتب كده بستخدمها امتا؟ ركز الله يخليك انا مصنع احنا عايزين نعرف بنستخدم هام ده انا مصنع شبسي مصنع شبسي ده بيعمل ايه؟ اول حاجة بيجي يزرع البطاطس ويجمعها بعد كده بيجي يعمل خطوة تانية يعمل لها الكلينج ينظفها بعد كده يجي يعمل لها تقطيع بعد كده يعمل فراي يقليها بعد كده يعبيها في الكياس ويبيعها ركز الله يخليك تعال نركز مع بعض في المنتج النهائي اللي هو بينتجه هو المصنع ده بينتج ايه؟ الكياس شبسي استنى هو المصنع ده بينتج كيس واحد ولا بينتج كمية كبيرة؟ بينتج كمية كبيرة يبقى اول حاجة انت قلتها ان المصنع بتاع شبسي هو بيعمل حاجة اسمها large او mass production يعني ايه؟ بينتج كمية كبيرة استنى هو اللي كياس بتاع الشبسي عمرك مسكت كيس كان مختلف عن الكيس اللي جنبه كان مختلف عن الكيس اللي جنبه انا مش بتكلم على الفلافر انا بتكلم على اي فلافر امسكها عندنا شبسي بتجبنا لو جيت بسيت على كيس تاني هتلاقيه هو هو بالزبط لو جيت بسيت على كيس تالت هو هو بالزبط يبقى في الحالة لزي دي المصنع ده ركز الله يخليك المصنع ده بينتج كمية كبيرة وكمان المنتجات اللي هو بينتجها كلها شبه بعض كلها identical او similar products يبقى في الحالة لزي دي المادة بتاعتنا قالت لك لو انت بتنتج كمية كبيرة وكل المنتجات اللي انت بتنتجها similar products كلها شبه بعض يبقى في الحالة دي لو انت عايز تحسب تكلفة المنتجات اللي انت بتنتجها هتروح تستخدم لي طريقة اسمها process costing يبقى الprocess costing انت كتبت سؤال من شوية بنستخدمها امتى لما يكون عندي similar products وكلها نفس المواصفات كلها شبه بعض وكمان بنتجها بكمية كبيرة يبقى احنا عرفنا امتى بنستخدم الprocess costing فييجي اسألك في الexam قولي example على الprocess costing شبسي production شركة شبسي تنتج كمية كبيرة وكل المنتجات بتاعتها شبه بعض طيب ما تديني اجزامبل تاني على الprocess costing تعال نشوف اجزامبل تاني عندنا شركة زي شركة كوكاكولا شركة كوكاكولا الprocess بتاعت طريقة انتجها بتبقى عاملة ازاي اول حاجة بتجيب الازايز تخسلها بعد كده مش عارف تعبي فيها الكولا بعد كده تعمل لها packaging بعد كده بتروح تباعها استنى هي شركة كوكاكولا او شركة بابسي المنتج بتاعها بتنتج ازازة واحدة ولا بتنتج كمية رهيبة بتنتج كمية رهيبة يبقى اول شرط حصل mass production كمية كبيرة ولو مسكت الازازة ومسكت ازازة تانية وثالثة وربعة كلهم شبه بعض صح؟ يبقى similar products يبقى في الحالة دي لما تيجي تحب تعرف تكلفة الازازة هتروح تستخدم طريقة اسمها process costing عشان بتنتج كمية كبيرة وكل المنتجات تشبه بعض خلاص يبقى انت كده فهمت ان المجال بتاع soft drinks ده سؤال في امتحان السنة اللي فاتت قال لهم لو انا هفتح مصنع soft drinks يبقى انا هستخدم process costing ولا طريقة تانية اه احنا هنستخدم طريقة اسمها process costing يبقى انت كده فهمت يعني ايه process costing طيب ما تيجي بقى نخش على الطريقة التانية اللي كان اسمها ايه job order costing وده اصلا عنوان التشابتر بتاعنا النهاردة طب ما تيجي نعرف يعني ايه job order system بص يا سيدي فاكر لما جينا تكلمنا عن process costing قلتلك هي عبارة عن ايه هي عبارة عن طريقة بنستخدمها في حساب تكلفة المنتجات اللي احنا بنيجي ننتجها نفس الكلام هنقوله برضه على job order job order هي عبارة عن طريقة بنستخدمها عشان نحسب تكلفة المنتجات اللي احنا هنيجي ننتجها يبقى بنستخدمها فيها جماعة اكتب تكلفة المنتجات اللي احنا هنيجي ننتجها طيب حلو فاكر لما قلنا ال process بنستخدمها امتى احنا قلنا ال process دي بنستخدمها في حالة ان انت بتنتج بكمية كبيرة و كل المنتجات نفس المعاصفات identical similar حلو حلو الشرطين دول لو تحققوا نستخدم ال process cost طيب احنا نحن نعرف دلوقتي اللي بيفرق ال process عن job order مش انت قلت بعضمة لسانك دي طريقة بتحسب بها تكلفة المنتجات و ال process بتحسب برضه تكلفة المنتجات اللي انت تنتجها طيب ايه الفرق؟ احنا عايزين نسأل نفسنا دلوقتي سؤال مهم جدا امتى بنستخدم job order الطريقة دي بنستخدمها امتى اكتب السؤال ده الطريقة دي بنستخدمها امتى عشان نعرف بنستخدمها امتى احنا لازم نشرحها في example الاول و من خلال ال example ده ان شاء الله هتفهم من خلاله بنستخدمها امتى ركز الله يخليك انا قررت اسيب التدريس مش بس كده انا قررت افتح محل انا قررت افتح تارزي هسميه تارزي دياب اجمى التارزي في مصر طيب ففكرت انا محتاج ايه عشان ابدأ محتاج محل اه دورت على محل او مصنع و اجرته طب محتاج ايه تاني محتاج خيوط وقماش اه محتاج عامل بيفهم في التفصيل والخياطة ايوه فروحت شفت محل او مصنع وروحت اشتريت رو ماتيريال يعني رو ماتيريال مواد خام وروحت دورت على عامل او اللي احنا بقى بنسميه عندنا ليبر عشان يشتغل معايا جهزت كل الكلام ده وبعد ما فتحنا المحل خدت كورسي وعقدت قصاده مستني اي زبون يجيلي مستني ايه مستني اي زبون يجيلي او مستني اي أوردر يجيلي الاول فالمهم وانا قاعد قصاد المحل لقيت الناس دخلة عليها اول واحدة قلتلي بعد اذنك قلتلها ايه قلتلي بص انا عايز افصل درس قلتلها جميل هخلي العامل اللي عندي يفصلك الدرس بس بعد اذنك ممكن تقوليلي الاوردر بتاعك ممكن تقوليلي المواصفات اللي انت عايزها قلتلي بص يا عامل انت هتعمل لي درس بالشكل ده لونه هيكون احمر قلتلها ماشي فخليت العامل اللي عندي يقيس هي محتاجة كم متر قماش عشان نفصل لها الدرس ده فعلى سبيل المثال الراجل قال لي بص دي محتاجة خمسة متر قماش فقلتلو ماشي قلتلو طب قوللي كده انت محتاج قد ايه عشان تخلص لها الدرس ده قال لي بص من اسبوعين لثلاث اسابيع قلتلو حلو هو انا عملت ايه الاول انا سمعت منها الوردر وبعدين هبدأ في التنفيذ استنوا و انا قاعد انا كده عملت اوردر واحد فسميناه ده اول اوردر او ده اول دوب ده اول حاجة هنشتغل فيها ان احنا هنعمل لها الدرس فقلت للراجل اللي عندي ابدأ اشتغل يا ابني و احنا قاعدين دخل واحد تاني قال لي بعد اذنك انا عايز افصل بنتلون قلتلو جميل لونه ايه قال لي انا عايزه يكون لونه رمادي قلتلو طيب انا هخلي الراجل اللي عندي يقيس انت محتاج كم متر فالراجل اس قال له اتنين متر فسألته ها هتخلصه خلال قد ايه قال لي ده بنتلوه مش ياخد مني اسبوع طيب ده تاني حاجة الراجل هيجي يشتغل عليها اللي عندي دي جاب 2 في واحد جي دخل علي قال لي بص انا عايز افصل بدلة قلتلو لونها ايه قال لي اسود قلتلو جميل الراجل ام اس قلتلو هتفصله البدلة خلال قد ايه قال لي دي بدلة دي محتاجة حوارات قال لي خلال شهر قلتلو خلال شهر عدي علينا هتلاقي المنتج بتاعك خلصان استنى لاحظت انا بشتغل ازاي لاحظت انا بستنى الوردر يجيلي الاول استنى انا بستنى الوردر الاول دي رقم واحد رقم اتنين الراجل الراجل ده عايز عشرة متر قماش الراجل التاني هيعمل بانطالون فعايز اتنين متر البنت اللي جاتلي في الاول قالتلي الدرس استنى لها عايزة خمسة متر قماش استنى هو كل منتج شبه التاني كل منتج هياخد نفس الكمية من القماش لا يبقى كل منتج تكلفته علي زي التاني لا يعني كل منتج مميز او مختلف عن التاني اه يبقى في الحالة اللي زي دي ما ينفعش نستخدم البروصيس البروصيس بتقولك انا بنتج كمية كبيرة كل المنتجات نفس المواصفات استنى هو انت هنا بتمتج كمية كبيرة لا ده انت بتستنى الوردر يجيلك وبتعمل الوردر هو انت بتنتج كل المنتجات نفس المواصفات انت بتستنى الراجل يجيلك او البنت يجيلك وتفصل له يبقى انت بتستنى الوردر الاول يبقى احنا فهمنا من كده ان الجوب اوردر انا بنتج كمية الى حد ما مش كتيرة والاهم من اللي انا قلته ان كل منتج بيكون مميز عن التاني مختلف عن التاني ماذا نسمى الجوب اوردر تعال نقرى اللي انا كتبه لك هنا في الجوب اوردر قلتلك اول حاجة ان ايت جوب قلتلك كلمة جوب بمعناها الشغلانة اللي انا هشتغل عليها او الوردر اللي جالي كل اوردر بيستخدم نفس الكمية من الريسورسز؟ لا الاولاني محتاج خمسة متر التاني اتنين متر التالت عشرة متر يبقى احنا قلنا هنا ان ايت جوب جنرالي يوزز ديفرنت امونس او ريسورسز بنستهلك كميات مختلفة عن بعض في الشغلانة اللي احنا بنعملها طيب تاني حاجة وعايزلك تزودها معايا خلي بالك هو ايه الفرق الاساسي والجوهري اللي ما بين البروستس كوستنج والجوب اوردر مش احنا قلنا في البروستس ان كل المنتجات بتبقى سيميلر؟ يعني سيميلر شبه بعض الكلمة اللي دايما بتتكرر في الامتحانة اسمها ايه؟ اسمها يونيك برودكتس احنا هنا بنستخدم مصطلح يونيك يونيك يعني مميز احنا كل منتج بننتجه بيكون مميز عن اللي بعديه مختلف عن اللي بعديه اوكي؟ يبقى اول لما تشوف الكلمة دي معناها ان انا هنا بشتغل على الجوب اوردر هو الحتة دي جماعة طولنا فيها ليه هقولك؟ لان بيجيلك في الامتحان سبع تمن كيسز كده ويسألك هي دي جوب اوردر ولا بروسس؟ وبتكون للأسف أصعب حاجة عشان كده احنا ديناها حقاها شوي طيب يبقى الجوب اوردر عرفنا ان كل منتج بيكون منفصل او مختلف عن اللي بعديه طيب مش بس كده احنا مش بنحسب كل المنتجات تكلفتها كام؟ لا احنا بنحسب تكلفة شغلانة شغلانة أوردر أوردر يبقى الكوستس أور أساينت يعني التكلفة بنحسبها لكل جوباية لكل شغلانة او حاجة اسمها باتش هفهمك يعني ايه باتش باتشابتر اللي جاي طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي بعض الأمثلة عن بعض المجالات اللي بتستخدم الطريقة دي اول مثال عندك عن حاجة اسمها الليجل سيرفزز يعني يا جماعة الليجل سيرفزز المحامي المحامي ده هو بياخد أتعاب هو الأتعاب اللي بياخدها المحامي عشان يروح يدافع عن واحد واخد إعدام هي هي الأتعاب اللي هيخدها وهو بيدافع عن واحد حرامي غسيل أكيد لا ده هياخد منه أتعاب عالية وده هياخد منه أتعاب أقل شوية خلاص؟ يعني على حسب الشغلانة بيحسب التكلفة وبيحدد الأتعاب صح؟ يبقى المحامي ده شغال جوب أوردر إفنت بلانينج اه إيه الإفنت بلانينج فيه شغلانة دلوقتي منتشرة حاجة اسمها ويدنج بلانر اللي هو بييجي يعمل الخطوبة وييجي يعمل حفلات الأفراح والكلام ده لو أنا هعمل فرح في حارة تكلفته زي الفرح فأغلى فندق في مصر أكيد لا يبقى هنا برضو الشغلانة دي بتشتغل على حسب الأوردر اللي هيجيلها جوب أوردر برضو لما أي منتج أي منتج بيمتج أفلام في فيلم بيتكلف ثلاثة مليون في فيلم بيتكلف عشرة مليون ده لو هجيب فيه أغلى ممثلين لو طبعا بقول أرقام من دماغي يعني بيتكلف أكتر من كده وهكذا يبقى الناس اللي شغلة في مجال إنتاج الأفلام زي مثلا نات فالكس بتستخدم برضو الجوب أوردر الجولري ميكرز اللي هو المجوهرات برضو المجوهرات في جزء منها بيبقى جوب أوردر الناس بقى الأغنية جدا بيروحوا يطلبوا من مكان المجوهرات تبقى شكلها ازاي يبقى برضو احنا بنستنى الأوردر الأول بعد كده بننتج طيب يبقى ده برضو بيشتغل بال جوب أوردر اوكي احنا كده خدنا الإجزامبل بتاع الكاستم تيلرينج اللي هو التارذي نرجع للمثال بتاعنا ثاني انا بستنى الأوردر خلاص وببدأ في تنفيذه لسه مخلص ولما يخلص لما بيبقى فنشد بروح أعمله بروح أبيعه للكاستمر بتاعي اوكي ركز الله يخليك لو خدت بالك المنتج بتاعنا ده أو البروح تكتب تاعنا مر بثلاث مراحل فكرني سمينا عنهم قبل كده مر بمرحلة انه هو كان روو ماتيريال مادة خام يعني ايه مادة خام؟ يعني لسه قماش ما اشتغلتش بيه لسه شاريه وحطه في المغزنة هون ولما جاء لي الأوردر بدأنا نطلع القماش من المغزن ونقص القماش عشان نعمله بدلة او درس يبقى في الحالة اللي زي دي الرو ماتيريال ما بقتش رو ماتيريال بقت حاجة اسمها سمعني لو فاكر حاجة اسمها ويب الويب ده اختصار حاجة اسمها ويركن بروسس يعني ايه ويركن بروسس يعني بضاعة او منتجات لسه تحت التنفيذ يعني لسه شغلين عليها خلاص لسه ما بقتش جاهزة ان هي تتباع لسه ما بقتش جاهزة ان هي تتباع لما العامل اللي عندي يخلصها خالص يبقى في الحالة زي دي البرودكت التاعي بدأ يوصل ان هو بقى جاهز ان هو يتباع ده بنسميه جاهز فنشد خلص فنشد جود دي المراحل اللي بتمر بيها عندنا في اي برودكت بنيجي ننتجه بيبقى رو ماتيريال بعد كده يتحول الويب بعد كده يبقى فنشد جود ولما يبقى فنشد احنا بننجي نروح ايه نبيقع بقى او نديه للكاستمر بتاعنا وقبل ما بننقل قلتلك حاجة مهمة قوي ان كل برودكت من دول تكلفته بتكون زي التانية مختلفة عن التانية اكتب الجملة دي معي لكل جباية يعني لكل شغلانة اعمل وباية لكل شغلانة انا اشغل عليها زي الدرس مثلا او زي البدلة لازم اعمل حاجة اسمها ويب ليجر او ويب اكاونت ايه يا جماعة قصة الويب اكاونت ده لكل شغلانة او لكل جباية اعمل وباية اقصد ايه بالوباية فاكر خدمت نفسنا اولى حاجة اسمها تي اكاونت او لكل حاجة انت شغال عليها بتنتجها لازم تعمل تي اكاونت للشغلانة دي بس انا هعمل شغلاء هعمل وباية للدرس ليه عشان اعرف تكلفته كام عشان اعرف الشغلانة دي بس خدت رو ماتيريال بقد ايه خدت ليبر اه اتكلفنا ليبر بقد ايه والمكان اللي احنا شغالين عليه ده او المحل اللي احنا شغالين فيه ده مش بندفع عليه اجار اه كهربا اه ميا غاز فاكر الحاجات اللي بتحصل جوه المصدع ومالهاش علاقة ولا بالماتيريال ولا بالليبر كنت بنسميها ايه اصحى معايا المانيفاكترينج اوورهد اي حاجة بنتجها تكلفتها بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات الماتيريال العامل هياخد قد ايه والمانيفاكترينج اوورهد قلتلك المانيفاكترينج اوورهد افتكر هي اي حاجة بتحصل جوه المصنع مالهاش علاقة بالماتيريال ولا ليه علاقة بالليبر في الحالة اللي زي دي بنسميها مانيفاكترينج اوورهد زي اليجار كهربا ميا غاز بتاع المكان اللي نمتجره هنيجي نعمل الشكل ده لكل حاجة احنا شغالين عليها خلاص هعمل تي اكاونت تانية للسوت للبدلة للبانطلون وهكذا 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 جوبس كتير قوي طيب ده اول مثال طبعا حضرت لك هنا مثال تاني بس انت خلاص بقى فهمنا قصة الجوب اوردر فيه شركة زي المقاولين العرب المقاولين العرب دي شغالة في مجال ايه الكونستركشنز اللي هي بتروح تعمل كباري تعمل مباني وهكذا تحفر انفاء طيب الشركة دي لازم يكون عندها ماتيريال توب حديد وهكذا ولازم يكون عندها لبر ولازم يكون عندها معدات تشتغل بيها فبتستنى الوردر جات الحكومة المصرية راحت للمقاولين قالت لها يا مقاولين انا عايزك تعمليه كوبري الكوبري ده لو طوله عشرة متر هيبقى نفس تكلفته لو عشرين متر هو الكوبري تكلفته زي ما هروح ابني مبنى لا يبقى في الحالة لازم اروح اشتخدم طريقة اسمها جوب اوردر لكل جباية هعمل مباية طيب ولما يخلص بروح ابيع طيب احنا كده فهمنا جوب اوردر كويس اي برامس ان احنا خلصنا كل اللي جاي كلام تافه كل اللي جاي هنعرف بقى زي نحل مسألة كلام اللي لها بالده بس الحمد الله الحمد الله الحمد الله احنا شرحنا الجزء ده واتمنى ان انت تكون فهمته دلوقتي هنتكلم عن الجوب اوردر كوست فلو واول حاجة عايزين نعرف مع بعض يعني ايه كوست فلو ركز معين الكوست فلو هي عبارة عن التكلفة اللي حضرتك بتدفعها عشان تحول الرو ماتيريالز المواد الخام تخليها فنشد جودز التكلفة اللي انت بتدفعها والمراحل اللي بيمر بيها المنتج بتاعك من ايام مكان رو ماتيريال لحد لما وصل انه هو يبقى فنشد جودز او منتج جاهز انه هو يبقى المراحل دي بالتكلفة اللي انت تدفعها عليها بنسميها كوست فلو طيب فكرني كده هو المنتج بيمر بكام مرحلة عشان نقدر نبيعه بيمر بالتلات مراحل اول حاجة عشان يكون اصلا عندي برودكت لازم يكون عندي رو ماتيريال وعندي عمال بديهم اجور وعندي مصنع بدفع عليه ايجار ومية وكهربا كل الكلام ده كنا بنسميه ايه؟ مانيفاكترينج اوبرهد الله يخليك افتكر معي المانيفاكترينج اوبرهد هي عبارة عن ايه؟ هي اي حاجة بتحصل وليها علاقة بالتصنيع بتحصل جوه المصنع عشان كده بنسميها مانيفاكترين مانيفاكترين يعني ليها علاقة بالتصنيع ولا ليها علاقة بالماتيريال ولا بالليبر اي حاجة بتحصل جوه المصنع ولا ليها علاقة بالماتيريال ولا بالليبر يبادي بنسميها مانيفاكترينج اوبرهد فاكر التلاتة دول مع بعض كنا بنسميهم ايه؟ مانيفاكترينج كورس تكلفة تصنيع اي منتج تكلفة تصنيع اي منتج هي تلات حاجات الماتيريال والاجر العامل اللي هو اشتغل على الرو ماتيريال اللي هو بنسميها الديريكت ليبر وكمان العامل ده شقال فمصنع بنسفع لي ايجار ده بنسميه مانيفاكترينج اوبرهد يبقى دي اللي كنت بنسميها مانيفاكترينج كوست تكلفة تصنيع المنتجات لما نبدأ نشتغل الرو ماتيريالز بتبدأ تتحول لحاجة اسمها وب ويركين بروسوس بضعها لسه ما خلصتش لما بتخلص بنسميها فانشت جودز بضعها جاهزة ان هي تتباع طيب الخطوة اللي بعد كده ان الفانشت جود يتحول لحاجة اسمها كوست اف جود سولد يعني يا جماعة كوست اف جود سولد ده سولد اتباع لما اجي اقولك ان الفانشت جود بقى كوست اف جود سولد ده مع انها ان انا باعت البرودكت ستاعتي خلص طيب هسألك سؤال هو الرو ماتيريال والويب والفانشت جودز الثلاثة دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن بضعه انفنتري والانفنتري ده اسد صح؟ الثلاثة دول يا شباب بيظهروا في ستيتمنت اسمها بالانشت مش احنا اتفقنا ان الثلاثة دول اسمهم انفنتري او انفنتوري خلص؟ فالثلاثة دول بيظهروا فين في البالانشيت وانس ان هو اتباع بيتحول لشيء اسمها كوست اف جود سولد والكوست اف جود سولد تظهر في البالانشيت؟ لا تظهر في حاجة اسمها Income Statement طب هاجي اسألك سؤال هو البرودكت اللي احنا انتجناه مش ممكن نصرف عليه مصاريف تسويق نعمل اعلانات وهكذا يجي اسألك سؤال هي تكلفة الاعلانات او المصاريف الادارية بتاعت الشركة بتخش من ضمن تكلفة البضاعة اللي احنا بيعناها لا يا شباب مش احنا اتفقنا ان الكوست اف جود سولد هي عبارة عن تكلفة البضاعة المباعة اللي انا انتجتها هو انا هنا جبتلك سيلة اي اعلانات او اي حاجة لا يبقى لو جي سألك سؤال ركز معي الله يخليك انا بديلك تريكات الامتحان اللي بتيجي بص انا بقعد تجرهو حاجات يلا لو جي سألك سؤال هي مصاريف الاعلانية والادارية بتخش ضمن كوست اف جود سولد؟ لا بنسميها حاجة اسمها بيريت كوست يعني هي مصاريف دورية احنا بنشوف خلال السنة دفعنا اعلانات قد ايه ودفعنا مصاريف ادارية قد ايه وبنكتبها في بيريت كوست اف جود سول لكن بندفها من ضمن كوست اف جود سول ما بتضافش خلاص؟ طيب عندنا بقى حاجة مهمة جدا هو في حاجة اسمها كونترول اكاونت وحاجة اسمها تيمبري اكاونت الحتة دي حتة محاسبية شوية ومن الوقت تجيلك في الامتحان الفاينر فاركز فيها انا عايز اعرف يعني ايه كونترول اكاونت لما اجي اقولك كلمة اكاونت يجي في دماغك تي اكاونت فاكر احنا اخدنا قبل كده حاجة اسمها اكاونت ريسيفبل اكاونت ريسيفبل معناها ان انا لي عند الناس فلوس فلوس لي عند الناس ماشي هو لما بتيجي تبص على اي شركة مسجلة ان هي ليها عند حد مليون جنيه هل ده معناه؟ ان المليون جنيه دي هي الشركة هتاخدها من شخص واحد بس او الفلوس دي لينا عند شخص واحد بس او اكتر من شخص بس اللي ظاهر اصادك رقم ملخص سامرايزد لكن في الواقع بتاع الاكاونت ريسيفبل احنا مش بيبقى لينا فلوس عند شخص واحد بس احنا بنبيع وبنتعامل مع اكتر من كاستمر فالاكاونت ريسيفبل الحساب ده بيبقى تحطي حسابات فرعية بنسميها ركز في المصطلح ده بنسميها سابسيدري سابسيدري ليجرز حسابات فرعية لكل شخص لينا عنده فلوس بنفتح له اكاونت صغير تي اكاونت صغيرة انا ليجرز عند الكاستمر اللي اسمه ايه ليجرز عندِ الكل استمر اللي اسمه بي ليا فلوس عند learned customer ايه ciao من خلص انت حسابات فرعية جمعناها في حساب كبير سميناه accounts receivable الحساب الكبير اللي بيبقى تحتي حسابات فرعية بنسميه control account يبقى control account هو عبارة عن حساب كبير بيظهر فيه ملخص للحسابات الصغيرة اللي اسمها السبسيدلوس احنا هنا عندنا مثال مهم جدا مهم جدا على ال control account الى وهو الworking process لما تيجي تبص على شركة شغالة بالنظام اللي اسمه job order تاني كده شغالة بقاني نظام الprocess الjob order بتبص تلاقي عندها حساب واحد اسمه working process هل تمعناها ان هي شغالة على شغلانة واحدة؟ لا ده انا قلتلك كل جباية وباية بس انا بصيت مش هنقولنا ده بيظهر في balance sheet اه بصيت في balance sheet لقيت working process برقم معين بخمسة مليون ده 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 عشان هو asset والاسد بتيجي ده ده بكتب الرقم في ده هل ده معناه ان هو شغالة على شغلانة واحدة؟ لا ده حساب control ده حساب بيظهر فيه ملخص الحسابات الصغيرة احنا بنيجي نعمل لكل جباية وباية لو انا كنت بعمل شغلانة على الواحد زي مثلا الامر اللي انا كنت بلغ عليه كنت بعمل بدلة فبعمل web account بسميه job 1 انا ليا عنده مبلغ مالي مثلا مثلا اي ارقام مثلا من ده اتنين مليون وشغال على job تانية فبسميها web بينكو سين job 2 3 مليون الارقام دي جمعناها حطناها في حساب كبير اسمه web بس ما سميناش اسم job اللي هنجل عليها يبقى ده بنسميه حساب control account وكتب معايا كده job order او سوري اي شركة شغالة بال job order بيبقى عندها حساب واحد بس اسمه web طب الحسابات الفراعية بتظهر الحسابات الفراعية دي فيها تكلفتنا ما ينفعش نبين تكلفتنا بالتفصيل للناس اي حاجة subsidiary مش بنبينها احنا بنبين الكبير control account هلاص اي شركة شغالة بال job order بيبقى عندها web واحد بس لكن ال process هنيجي ساعتها نشوف طب انا عندي حساب او انواع من الحسابات اسمها temporary accounts temporary accounts معناها حسابات مؤقتة يعني يا جماعة حساب مؤقت ده معناه ان الحساب ده هيجي اخر السنة ونعمله حاجة اسمها تقفيل closing زي اي زي revenue الاراضات زي expense زي gain زي losses الاربع حسابات دول بنيجي اخر السنة بنيجي نعملهم closing فاكر closing اللي احنا خدناه في level 1 اه اي حساب في المحاسبة بنفتحه فترة وبعد كده بنيجي نتصفره نصفره يعني نقفله يبقى الحساب ده بنسميه temporary account temporary account زي اي زي الاربع اللي نترك عليهم revenue expense gain losses دول اللي احنا بنيجي في اخر السنة نصفرهم نخليهم صفر طيب قلتنا ده ليه هقولك بعد شوية ما تنساش يعني ايه control account ما تنساش المثال اللي علينا لحد دلوقتي يعني control account اللي هو الويب والaccount receivable board خليك عارف بص يا سيدي دلوقتي هنبدأ بقى في الجد جدا اللي هو طبعا اللي فده بيجي عليها اسئلة بس كل اللي فده يعتبر النظري بص دلوقتي بقى هنبدأ نخش جوا شركة شغالة بالنظام اللي اسمه job order وهنعرف كل خطوة الشركة بتيجي تعملها من ايام ما كان الproduct raw material لحد لما يبقى finished goods وبعد كده يتباع الخطوات دي الشركة بتيجي تعمل ايه في كل خطوة بتيجي تسجل ايه وهكذا فركز بقى معايا كويس جدا في الجزء اللي جاي واللي جاي ده اسهل بكتير جدا من اللي فات احنا قلنا من شوية ان اي product عشان نقدر نبيعه بيمر بمراحل وده سميناه flow اول خطوة عشان يبقى عندي منتج بيعه ان انا يكون عندي raw material عندي عامل بديله اجر عندي مصنع مأجره بتفع عليه كهرباء بتفع عليه ايجار غاز وهكذا الحاجات دي كلها سميناها ايه manufacturing costs دلوقتي بقى هنخش بقى شغل المحاسبة والentries والقيود اللي احنا هنسجله اول حاجة فاكر لما جيت قلتلك على example بتاع التارزي قلتلك اول حاجة انا محتاجها عشان نشتغل من قبل ايه من قبل ما عرف انا هبيع ولا لأ لازم يكون عندي material لازم يكون عندي لازم يكون عندي مكان شغال فيه ودفع عليه غار وكهرباء وماء وغاز احنا دلوقتي هنيجي نتكلم عن المرحلة الاولى المرحلة الاولى اللي احنا سميناها manufacturing costs اول حاجة عايزة اعرفها دي سميناها ايه accumulating manufacturing costs اول حاجة محتاجها عشان ابدأ شغلي ان انا اروح اعمل حاجة اسمها ايه piercingly raw materials اشتري مواد خام احنا مهمتنا دلوقتي نعرف لما تيجي تشتري مواد خام او رو materials هتسجل ايه يلا بقى نشتغل الشغل بتاع accounting بتاعنا يلا دياب لسه فاتح محلة من شوية المحلة ده محتاج قماش وخيوط محتاج materials ما عنديش materials في المغزن بتاعي ما عنديش materials في المحل بتاعي فروحت اشتريت materials وحطتها في المغزن يبقى انا كده المaterials بتاعتي حصل لها ايه زادت دي بنسميها raw materials لا ماسميهاش raw materials بس يا شباب مش دي بدعة اه بنسميها raw materials inventory طيب ال inventory ده ايه asset وال asset هنا زاد ال asset لما بيزيد بيزيد في الدبت يبقى اول حاجة سجلها لما بروح اشتري material ان material زادت يبقى اروح اسجل raw materials inventory فين في ال debit عشان هي asset طيب انا روحت اشتريت المaterials دي وحسبت الراجل يعني دفعت فلوس دفعت فلوس يبقى cash l الكاش ده asset لما بيقل بيقل ايه credit يبقى روح اسجل في credit cash طيب يعني انا كده عليا فلوس ليك اه في حالة ان انا ما حسبتش يبقى انا كده عليا حاجة اسمها accounts payable دي معناها فلوس عليا ما حسبتش ال accounts payable دي بتزيد في credit عشان هي liabilities وحنا قلنا اي حاجة جنبيها كلمة payable تبقى liabilities وهتيجي فين في credit site طبعا احنا هنا في المسألة هو اللي بيحدد لك انت حسبت او ما حسبتش خلاص طيب امت اعرف المسألة ركز في حت دي عشان الحاجة دي بتقع امت اعرف في المسألة ان انا ما حسبتش لو قال لك كلمة on account على الحساب او كلمة on credit او لو قال لك الكلمة التالت incurred incurred يعني حاجة حصلت ما تدفعتش يبقى التالت دول معناهم ان انت ما دفعتش فلوس البضعة طيب دي اول خطو تاني حاجة لازم يكون عندي احنا اشترينا الماتيريال لازم يكون عندي عامل والعامل ده بتديله فلوس اجر ركز معا الله يخلي احنا نتعلم دراتي ازاي to record the factory direct labor او factory labor بص بقى سيئو خلي بقى معا احنا ازاي بنسجل ان احنا هندفع الفلوس بتاعة العمال انا عندي عمال كتيرة في المحل بتاهم العمال كلهم بياخدوا 40,000 جنيه ده اجرهم كلهم طيب هو الاجر انا هدفعوا ليهم يبقى بالنسبة لي هدفع ده revenue والexpense expense مصروف واي expense بيجي debit اي expense يجي debit طيب الexpense هنا اسمه ايه انا دفعت لهم ايه اجور بنسميها factory labor يبقى factory labor هتيجي في debit عشان هي expense والexpense دايما تيجي debit طيب لو انا ديتهم فلوسهم دلوقتي cash يبقى الكاش بتاعي قال لي يبقى هسجل في credit cash طيب لو انا قلت لهم انتو من حققكم النهاردة تاخدوا فلوس خلي خلي فالك انت راجل بتاع محاسبة احنا الexpense بنسجله سواء دفعنا او ما دفعنا هوش يبقى حد هيقول لي ايه دا انت مدفعتش يبقى مسجل الexpense يبقى انت كده محاسبة الexpense بيتسجل بغض النظر احنا هندفع دلوقتي ولا طيب قلتلهم لا استنوا علي مش هدفع بنسميها فاكتري ويدجز بيبل طيب اتفعنا قبل كده لما تيجي تشتغل ان شاء الله وهتاخد مرتب المرتب ده قول في السنة في السنة خمسين الف جنيه الخمسين الف جنيه ده المرتب بتاعك هل بتاخد الخمسين الف جنيه كلهم لأ بيتخصم منها خصومات زي ما تعلمنا في التاكس المرتب ده بيجي الحكومة تاخد منه نسبة 10 تلاف جنيه مثلا ده الدرائب بيتخصم خصومات تانية والباقي بتاخد انته طيب مين اللي بيدفع عنك الدرائب بتاعت المرتبات بتاعتك بالنيابة عنك اه صاحب الشغل صاحب الشغل بياخد من مرتبك جزء وهو هيبقى يوديه لمصلحة الدرائب يبقى في الحالة اللي زي دي انا من المرتب اللي هو حضرتك هتاخده انا بخصم منه الدرائب اللي هي لعشر تلاف جنيه ليه انا مين انا صاحب الشغل انت شغال معايا هلاص هخصم منك انت الدرائب اللي انا هبقى وديها لمصلحة الدرائب هل انا دفعتها دلوقتي لأ انا علي درائب ما دفعتهاش يبقى دي برضو بنسميها تاكسس بيبل او بيرل تاكسس بيبل دي بيرل يعني مرتبات ضريبة المرتبات اللي عليها خلاص طيب وكاتب لك هنا ملاحظة مهمة قلتلك ان الفاكتري ليبر او الاجر بتاع اي حد في الدنيا هو بيمثل ثلاث حاجات اول حاجة الجرس ارنينز مرتبه هو يعني ايه انا بقول لك ان انت مرتبك او اجرك عندي في المصلع 3000 ده اجرك اللي احنا بنسميه فكس الاساسي فانت قلتلي بس حد ياخد في الزمن ده 3000 جنيه true ايه ده انا كمان هتديلك شوية حاجات تانية هتديلك حاجة اسمها French Benefits مزايا عينية المزايا العينية دي هي عبارة عن ايه هبارة عن انما حضرتك تيجي تخرج معاش او تخرج على سن المعاش اديلك معاش Pension مش بس كده حاجة اسمها Sick Bay العمال اللي شغالين في المصلع بيتعرضوا ان هم يتصابوا او يمرضوا بسرعة فانت مش هتيجي الشغل هل لما مش هتيجي الشغل انا هامنا عنك الاجر بتاعك لا هدهولك يبقى انت خدت مرتب وانت تعبان وكمان لو انت خدت اجازة الاجازة دي بسبب ان القانون بتاع الدولة هو اللي بيقول ان اي موظف او اي عامل لي عدد معين من الاجازات خلال السنة انت لما بتاخد الاجازة بتاعتك دي هل انا مش هتديك مرتب لا هتديك اجر على الاجازة اللي انت خدتها يبقى اي اجر بيتكون من حاجات اول حاجة الاساسي بتاعك ده اللي بنسميه Gross Earning بعد كده بندفلك حاجة اسمها French Benefits شرحتها هنا وبرضو بنخسم منك Taxes Drive يبقى ده المكونات بتاعت اي اجور بياخدها العمال دي حت نظري طيب الحاجة التالتة اللي احنا بنيجي نعمل لها Recording اللي هي Manufacturing Overhead اكتب لي كده ان المانيفاكترين overhead هي تكلفة والتكلفة زيها زي Expense بتتسجل في الdebit يبقى انا لما بروح احب اسجل المانيفاكترين overhead المانيفاكترين overhead بنسجلها في الdebit عشان هي في الاصل cost والcost زيها زي Expense اللي اتنين بيجوا في الdebit طيب احنا قلنا المانيفاكترين overhead هي عبار عن ايه اي حاجة لها علاقة بالتصنيع او بتحصل جوة المصنع بس مش مرتبطة بالماتيريال ولا مرتبطة بالليبر زي انا عندي مصنع المصنع ده بدفع عليه حاجة اسمها مرافق استنى بقى المرافق دي يا شباب هي عبارة عن ايه القهربة والمية والغاز القهربة والمية والغاز وممكن فاتورة التليفون التلاتة دول او الاربعة دول بنسميهم مرافق ده بنسميها عندنا في الاكاونت يوتيلتز لو انا النهاردة كنت المفروض ادفع المرافق بتاعتي بس لسه ما تدفعتش يعني لسه بيبل فبنسميها يوتيلتز بيبل اي بيبل بيجي كريدت سيبك دلوقتي من بريبيت انشورنس دي طيب لو في اي حاجة تانية غير المرافق ما تدفعتش هي بها نسميها اكاونت بيبل خلي بالك الله يخليك ركز من اللي جاي لو انا عندي مصنع المصنع ده يا شباب بيبقى جوا ماشينز جوا اكوابمنتز صح الماشينز والاكوابمنتز لجوا المصنع بيحصل لها حاجة اسمها اهلاك بتاع المعدات والآلات اللي جوا المصنع بنسجلها جوا المانيفاكتش اوبرهد وبين سجلها في الكريدت تحت حاجة اسمها اكيوموليت الدبريشيشن تاني لو جي قال ان انا عندي بص الفريكل اللي انا هكتبها دي مهم قوي لو انا عندي دبريشيشن عايز اسجله والدبريشيشن ده بتاع الاكوابمنتز اللي جوا الفاكتري بتاعي جوا المصنع اسجلها ازاي ادام قال لك كلمة جوا المصنع يبقى هتسجل هو ده ماتيريا ليبر لا يبقى هتسجل مانيفاكتش اوبرهد وفي الكريدت احنا عارفين ان الدبريشيشن بتسجل ازاي في الكريدت بتسجل حاجة اسمها اكيوموليت الدبريشيشن مجموعة الدبريشيشن بتاع السنين اللي اللي قال لك سجلي الدبريشيشن بتاع الأوفيس إدارة الشركة استنى هو الدبريشيشن بتاع الإكويبمنت اللي جوه الأوفيس هالإكويبمنت الشركة سنسجل دبريشيشن إكسبنس and accumulated depreciation اكتب الملاحظة دي معايا مهم قوي دبريشيشن تاع إكويبمنت جوه مصنع منيساكشن أوفرهد وإكيوموليت الدبريشيشن دبريشيشن بتاع إكويبمنت أو ماشينز جوه الأوفيس جوه مكتب إدارة الشركة يبقى دبريشيشن إكسبنس وإكيوموليت الدبريشيشن حلو كده خلصنا أول جزء أول جزء إحنا لسه ما أنتجناش إحنا بنشتري ونجهز نفسينا قبل ما نيجي بقى نحل مسائل على الجزء ده في حاجة حضرتك ما خطب بالك منها أنا هنا قيل لك أن الروماتيريال انفانتري الحساب ده هو كونترول أكاونت يعني إيا شباب كونترول أكاونت يعني ده حساب ملخص تحتي حسابات فرعية أنا هنا سمتولك مواد خام هو معنى أن أنا سميته مواد خام أن أنا بشتغل بمادة واحدة بس لا أنا هنا عندي تارزي تارزي ده عنده قماش وخيوط وعند مواد أخرى صح ولا هلط آه بس هو مسجلك حساب ملخص لكل الماتيريال اللي عنده الحساب ده تحتي حسابات تانية أنا عامل حساب للأماش عامل حساب للخيوط بس كل الكلام ده أنا واخد السامري بتاعه وحطه في حساب واحد ملخص يبقى كونترول أكاونت تحتي حسابات صغيرة يبقى كونترول أكاونت لكن الفاكتري ليبر أنا كاتب لك إن هو ده تمبري أكاونت حساب مؤقت عارف ليه عشان ده وانا واشرح قلتلك ده إكسبنس تمبري أكاونت معناه إنه هيتفتح لفترة من الزمن وهيتقفل خلاص يبقى في الحالة اللي زي دي بنقول عليه تمبري أكاونت مش كونترول أكاونت طيب برضو المانيفاكترين أوفرهد المانيفاكترين أوفرهد هو برضو ده كونترول واحد هي يقول لي ما انت قلته إنه زي الإكسبنس يا حبيبي ده تكلفة التكلفة مختلفة عن الإكسبنس أنا أقصد بيها إنهما زي بعض في التسجيل ده بيجي دابت وده بيجي دابت خلاص طيب وكمان المانيفاكترين أوفرهد بنحط فيها الإيجار والغاز والمية والكهربة والمش عارف كل الكلام ده بيظهر في رقم ملخص في المانيفاكترين أوفرهد يبقى في الحالة دي هو تحتيه حسابات فرعية الكهربة والمية والغاز بس هو بيظهر حلص الحاجات دي مهمة قوي شابك طيب حلو تعال بقى نبدأ نحل مسائل على الجزء اللي احنا قلناه لحد دلوقتي احنا لسه ما انتجناش احنا لغاية دلوقتي بنجهز ان احنا لسه هننتج اشترينا الماتيريال وكلام ده يلا تعال بقى نحل شوية مسائل قالك والس كامبني والس دي شركة حقيقية فعلا ودي من مسائل اللاكتشرز اللي عندك والس دي شركة شغالة في كاستم الكترونيك سينسرز بتعمل سينسرز كده كاستم كاستم اول لما شوف كلمة كاستم معناها حاجة متفصلة يمكن شغال ايه جوب أوردر وانا مغمى خاص انا بفصل بفصل سيستمز معينة سيستمز ايه بقى فور كوربريت سيفتي باجي اعمل انظمة حماية هو كل شركة بعملناها نفس النظام لا الشركة دي طبعا محتاجة نظام معين الشركة دي بيتكلف تكلفة اخرى وهكذا يبقى دا هنا بيشتغل بالجوب أوردر طبعا هو يبين من المسألة ان هي جوب أوردر ولا لأ فما تشغل بالك مش ديك قصة بس انا بشرح لك الشركة دي شغالة في ايه طيب اقيل لك في رقم واحد والس كامبني الشركة دي بيرشز اشترت اشترت ايه اشترت 2000 لاثيم باترز اشترت بطاريات لاثيم اسم البطارية او الستاك بتاعها بالرقم ده ماهم منيش المهم احنا اشترينا الوحدة احنا اشترينا 2000 الوحدة كانت بخمسة ماشي يعني دفعنا كام 2000 في خمسة يعني دفعنا لحد دلوقتي 10,000 and في 800 electronic modules اشترينا منتج تاني يعني رو ماتيريا الاخرى اشترينا اد ايه 800 الوحدة باربعين 840 يبقى احنا دفعنا كام 32 for a total cost of يبقى احنا دفعنا في الاتنين اد ايه في الاولان عشرة والتانية 32 يبقى احنا دفعنا كام 42 طبعا دي مسألة سهلة illustration مسألة توضحية فعلى كل الكلام ده هو حاسبه لك في السؤال بس طبعا في السؤال ممكن يجي لك في الاكزام مش بيبقى حاسب لك التفاصيل دي يعني هو يدي لك الالفين والخمسة انت تبقى عارف العشر 840 انت تحسب بقى 32 وتجمعهم مع بعض طيب تعال نسجل انا عملت ايه انا شتريت material صح لما بشتري material بسجل ايه raw materials و accounts payable او cash طبعا هنا assume ان هي on account ده افتراض من عندي خلاص هو هيوضح لك بعد كده في المسال يبقى اول حاجة هعملها انا اشتريت material بالاثنين انا اشتريت شوية material احنا تفعنا ده control account بيظهر فيه كل الملخص بتاع كل material انا اشتريت بطاريات بقى 10 واشتريت 32 modules يبقى كل اللي عندي 42 ما حسبتش وده افتراض قلتلك زودها يعني من عندك 42 حلو انا هنا عملت ايه رقم اتنين و لس incurs او incures incurs معناها ان ده لسه ما تدفعش فاكر قلتلك ثلاث كلمات on account on credit ودي قال لك فيه 32 الف factory cost يبقى انا عارف كده ان factory labor 32 ركز الله يخليك قال لك 27 من 32 ده مرتبهم والباقي سيكون ضرائب والباقي ضرائب 5000 الباقي taxes ولا الضرايب ادفعت ولا الاجور ادفعت عشان كلمة دي خمس 2000 ده بيرل taxes ضريبة على المرتبات سجل باشا سهلة مش ده factory labor ده اي expanse يجي دابت 32 المرتب او سوري الاجر بقدي 27 يبدا سمي لسه ما دفعتوش يبدا نسمي wages paybel factory wages paybel 27 اذا لم تسجلتش بال32 كلهم يا حبيبي في جزء درائب الدرائب ده لازم يبقى في حساب منفاصل بنسميه payroll taxes paybel 5000 ارجع بقى خلي بالك من manufacturing overhead manufacturing overhead اقل لك ان في factory utilities مرافق كهربا وماء وغاز 1200 وكمان في prepaid factory insurance ايه 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 prepaid insurance ايه prepaid هي اي فلوس بدفعها مقدما لو انا عايز اقجر شقة الشقة دفعت ايجارها سنة لقدام لسه ما عدتش يبدا دي بنسميها prepaid rent فلوس دفعها مقدما هنا مديني حاجة اسمها prepaid insurance prepaid insurance معناها تأمين انا دفع مقدما انا اشتريت عربية امنت عليها للسنة اصلا العربية دي بس خلي بقلك ايلك ان prepaid insurance ده خلص يعني ايه انا كنت دافع ايجار سنة مقدم والسنة خلصت قعدت السنة في الشقة اي asset ركز معي اي asset اه اه لو مش فاكر كنت بايجي اقول لك في سنة اولى ان اي prepaid asset خلص اي اي asset خلص جزء منه بقى expired يبقى الجزء الخاص ده expense asset خلص asset ال ركز الله يخليك الاسد ده لما بيقل بيقل في credit يبقى خلي بالك الحتة دي عدنا ونشرح ال prepaid insurance ده اصلا asset وقايل لك ان asset expired خلص يبقى قل او زاد قل يبقى هايجي credit وقال لك ان فيه depreciation بتاع ايه بتاع office بتاع factory building factory building اوه بقى 3500 يبقى التلاتة دور هيتسجله تحت مسمى ايه هو ده يا جماعة liber ده material لا يبقى دور كلهم manufacturing overhead manufacturing overhead بمجموعه 2200 2800 3500 هنسمىه منافعة 2200 في الكريدت بقى بنقى نكتب التفصيل هو اول حاجة الهلك utilities يبقى هاجة سجل utilities بابل ب 2200 كان فيه asset اسمه prepaid وخلص الا asset لما بيقيل لجيبه credit prepaid 1800 حلو accumulated depreciation اللي هو depreciation تسجله 3500 حلو مسألة خلص example 2 قالك during the current month KRT company incures كلمة incures معناها ان كل الجاي ده ما تدفعش كاش خلاص raw material purchases on account هو واحد on account اشتريت material زادت accounts payable زادت بص اهو اربعة ومتين اربعة ومتين حلو نسجل labor قال لك ان factory labor كلها 18000 اسجلها كلها factory labor 18 wage منها 15 و الباقي ضرائب wages 15 15 و taxes 3 جميل ال overhead هو نفس المسألة الفلت خلاص utilities 2200 بنفس الأرقام هو كان قيل لك هنا اصلا اصلا prepare journal interest السجل اللي انت تسجل فيها manufacturing cost كل دي manufacturing cost خلاص يبقى احنا كده خلصنا phase 1 ان انا لسه بجهز ان انا هستقبل order وهنتج نرجع لل cost flow بتاعتنا ونشوف احنا خلصنا من نهاي احنا خلصنا اول مرحلة المرحلة الاولى دي انا بحب اسميها مرحلة التجهيز التجهيز لايه التجهيز للانتاج لو خدت بالك انا لحد اللحظة دي مجاليش اي order اشتغل عليه لسه ما انتجتش اي حاجة دي مرحلة التجهيز طيب دلوقتي بقى هنخش في مرحلة تانية انا خدت الكورسي بتاعي واقعدت اقصاد المحل مستني اي order يجيلي عشان اعمله عشان انفزه وبالفعل جالي orderات انفزها حلو يبقى انا كده هنتقل من مرحلة التجهيز الى مرحلة ايه التنفيز انا هنفز ايه مش انتجتلك orderات ابدأ اشتغل عليها يبقى انا دلوقتي انتقلت لمرحلة اسمها working process يعني ايه working process اكتب كده معايا في ادية شغلانة بنفزها في ادية شغلانة بنفزها يبقى انا جات لي orderات الorderات دي هي تحت التنفيز هبدأ اشتغل عليها احنا كل مهمتنا دلوقتي ان احنا نفهم لما الشركة يجي لها orderات وتبدأ تنفيزها ايه او ايه الخطوات اللي هتسجلها الشركة دي عشان نثبت بيها ان فيه order جنة وشغلين عليه يبقى احنا دلوقتي يا جماعة في مرحلة ايه الwork process اوكي تعال بقى نشوف ايه قصة المرحلة دي بص يا شباب عشان نفهم الحتة دي كويس تعال نرجع للإجزامبل بتاعنا دياب لما فتح المحل خلاص احنا جهزنا المحل ومستعدين نشتغل اشترينا الماتيريال جبنا عمال اشترينا المصنع وقجرناه ودلوقتي احنا جاهزين مية في المية لاي order يجينا ركز معي فخدت الكورسي واعدت قصاد المحل فلاقيت واحدة جاية علي قالتلي يا محمد بعد اذنك ده تارزي وقلت لها اه قالتلي حلم انا عايزة افصل قلت لها بعد اذنك ممكن تديني ثانية واحدة بس اجيب ورقة اكتب فيها ايه اكتب فيها تفاصيل ال order اللي انتي هتططو بيه قالتلي ماشي فجبت ورقة وقلت لها بقى اقولي تفاصيل ال order قالتلي انا عايزة اه 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 درس لونه كذا تفاصيله كذا 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 استنى بقى الورقة دي انا عملتها الورقة دي انا عملتها ليه؟ الورقة دي انا عملتها عشان اكتب كل التفاصيل اللي البنت دي هتقولها لي عن ال order اللي هي عايزة صحة ولا غلط؟ اه الورقة اللي انا بكتب فيها كل تفاصيل ال order بنسميها job cost sheet بنسميها ايه؟ job cost sheet خلي بالك الحاجات دي بتيجي نظري فاركز فيها الله يخليه تعال نشوف ايه شكل job cost sheet دي اولا اول سؤال ممكن تيجي تتسئل عليه هي job cost sheet بتيجي تعملها في اني مرحلة في مرحلة التجهيز اللي اسمها manufacturing cost؟ لأ بنيجي نعملها في مرحلة التنفيز اللي اسمها ال web work and process طيب ما تقول لنا كده هي الورقة دي بنعملها ليه؟ هقولنا اكتب معايا بنعملها عشان نكتب فيها كل التفاصيل بكل التكلفة عن ال order يعني احنا بنيجي نكتب في الورقة دي ال order ده تفاصيله ايه؟ وهيكلفنا هيكلفني انا انا التارزي انا مليش دعوة بيها هيكلفني انا قد ايه؟ خلاص؟ تعال نشوف شكل الشيط بص بتيجي تكتب هنا هيدي الشغلانة رقم كامل job number A ال quantity هي عايزة كمية اد ايه؟ بتيجي تكتب ال date التواريخ مش بس كده ده انت بتيجي تكتب ال order بتاعها ده هيتكلف اد ايه material وهيتكلف اد ايه labor وهيتحمل ب اد ايه manufacturing overhead يبقى انا قلتلك هو فيه كل التفاصيل على ال order وفيه كل مش ديه تكلفتك وفيه كل التفاصيل عن التكلفة خلاص؟ حلوة ايه احنا فهمنا يعني ايه job cost sheet طيب نرجع للمثال بتاعنا فالمهم احنا جلنا order او جلنا orders عايزين ننفذها فالعمال اللي شغالين معايا قالوا لي بعد اذنك يا ديب قلتلهم ايه؟ قالوا لي احنا محتاجين نطلع material من المغزن بتاعنا عشان نبدأ ننفذ ال orders دي قلتلهم ماشي نطلع مع المتيريال اللي انتوا عايزين قالوا لي هاتي مفتاح قلتلهم لا يا حبيب مفتاح ايه؟ المغزن ده فيه بضعة بالملايين هديكم مفتاحه مستحيل فقالوا لي يعني انت عايزين قلتلهم كل عامل شغال في المصنع قبل ما يخش المغزن وياخد اي ماتيريال من المغزن لازم يعمل لي ورقة لازم يعمل لي ايه؟ ورقة قالوا لي الورقة دي هاني عامل بيها ايه؟ قلتلهم الورقة دي يا شباب هتعملوها عشان كل واحد فيكم هيخش جوه المغزن هيجي يقول لي هو هياخد ماتيريال بقد ايه؟ خلاص من المغزن بتاعنا ولازم يجيب هالي الاول عشان امضع عليها ووافقه يبقى الورقة اللي احنا عاملنها دي بنعملها ليه؟ عشان نخش المغزن نطلع منه ايه؟ ماتيريال استنى الورقة اللي احنا بنعملها عشان نخش المغزن ونطلع من جوه المغزن ماتيريال بنسميها ماتيريالز ريكوزاشن سلابس اسمها ايه؟ ماتيريالز ريكوزاشن سلابس هي عبارة عن ورقة تعالوا نشوف شكلها اهيه هي عبارة عن ورقة بنكتبها ليه؟ عشان ده بتمثل تصريح من خلاله انا بطلع رو ماتيريالز من المغزن بتاعه رو ماتيريالز سواء الماتيريالز دي دايريكت او ان دايريكت المهم ان هي مواد خام بصفة عام طيب الماتيريال ايكوزاشن دي شكلها ايه؟ اهي ماتيريالز ايكوزاشن سلاب هو عبارة عن احنا بنيجي نكتب كل التفاصيل انت هتطلع ماتيريال الكوانتيتي بتاعتها بقد ايه؟ الديسكريبشن الستوك نامبر طب هي تكلفة الماتيريال الوحدة بقد ايه؟ الكوست بريونت طب التوتال كوست قد ايه؟ وهكذا احنا كده اتكلمنا عن الماتيريال ريكوزاشن سلاب المهم انا مضطلوهم على الورقة دي قلت لهم كل واحد ياخد الماتيريال اللي هو عايزها ابدأوا بقى يشتغلوا فالعمال خدوا الماتيريال و بدأوا يشتغلوا لو خدت بالك قلت لك قبل كده الحتة دي في كوست وان قلت لك الليبر ده يا شباب هو بياخد حاجة اسمها اجر اجر عن الساعة اللي هو بيشتغلها فانا متفق معهم ان الساعة اللي هيشتغلوها عندي جوه المصنع هياخدوا مية جنيه عنها طيب فجالي عامل خد ماتيريال و بدأ يشتغل جالي بعد كام يوم قال لي يا فاندم انا خلصت الوردر الاولاني اللي مطلوب مننا قلت له بجد قال لي بجد قلت له طيب هو الوردر ده خد منك كام ساعة قال لي مش فاكر تقريبا تسع عشر خمس ساعات قلت له ايه اللي انت بتقوله ده الساعات دي اللي انت اشتغلتها انا حسبك عنها فانت لازم تكون عارف انت اشتغلت كام ساعة لا يا شباب وقفوا الشغل الطريقة دي ما تنفعنيش احنا هنيجي نعمل ورقة لكل عامل هيشتغل على اي شغلانة من عندنا تثبت بيها او هنثبت بيها العامل ده اشتغل كام ساعة والساعة الوحدة هياخد عليها كام والتوتل اللي من حقه كام تاني احنا هنعمل ورقة عشان نعرف من خلالها كل عامل اشتغل كام ساعة على الوردر والساعة الوحدة احنا بنحسبه عليها بقد ايه يبقى التوتل بتاعه توتل الويجز بتاعه طب الورقة دي لازم نسميها اسم قلت لهم اه هنسميها هنسميها تايم تيكتس استنى التايم تيكتس بنعملها ليه؟ عشان نسبة العمال اشتغلوا كام ساعة والساعة الوحدة كام خلاص؟ تعال نسوف شكلها التايم تيكتس اهي شكلها اول حاجة بنيجي نكتب اسم العامل اللي هو اشتغل طيب و اشتغل على اي اوردر طيب هو ابتدى من امتى وانتهى امتى؟ هو ابتدى شغله من تمانية وقف عند الساعة 12 يبقى هو كده اشتغل كام ساعة؟ اربع ساعات احنا بنحسبه في الساعة بعشرة جنيه يبقى تكلفته كلها قد ايه؟ اربعين خلاص؟ طيب هو انت ليه تعمل كل الكلام ده؟ انا بعمل كل الكلام ده عشان اعرف حاجة مهمة قوي اعرف تكلفة الوردر اللي جالي قد ايه؟ ما تنساش ان احنا شغالين بقى وفقا لحاجة اسمها job order ان كل اوردر بنتجه تكلفته تبقى مختلفة لان الوردر اللي انا شغال عليه الاولاني مثلا الوردر الاولاني ده خد ماتيريال ايمتها خمسين جنيه خد عمال اربعين جنيه الاوفرهاد اللي هتوزع عليه عشرة جنيه يبقى انا كده كلفت ميك جنيه البانطالون خد ساعتين شغلي انا بعشرين جنيه خد ماتيريال بعشرين جنيه وهكذا يبقى كل اوردر انا بعمله الورق المنفصل بتاعه عشان اعرف تكلفته طيب استنى بقى هو انا ليه؟ عملت ورقة اسمها material requisition slab متنساش المaterial requisition slab دي بتعرفني ايه؟ بتعرفني الماتيريال اللي طلعت من المغزى اللي احنا استخدمناها عشان ننتج بيها وعملنا ورقة اسمها time tickets عشان نعرف العمال اشتغلوا قد ايه؟ هو احنا كل الكلام ده بنعمله ايه؟ كل الكلام ده يا شباب بنيجي نعمله عشان نعرف نوصل لتكلفة الوردر اللي احنا شغالين عليه هو تكلفة الوردر بتبان في اني sheet job cost sheet ارجع بقى لالجوب cost sheet الجوب cost sheet دي الجوب cost sheet دي احنا بعد ما بنعمل او بنستخدم الماتيريال requisition slab بنبص فيها احنا احنا استهلكنا بقى material 1000 اه نرجع بقى لل cost sheet نكتب هنا ان ال direct material 100000 طيب استهلكنا قد ايه؟ labor 40 يبقى 40 والmanufacturing overhead هنتعلم بعد شوية كيف نحسبها مثلا 200 يبقى كده الجوب cost تكلفة الوردر قد ايه؟ 1240 تقصد تقول ان من خلال الماتيريال requisition و ال time tickets بنملى بيها الجوب cost sheet بالظبط خلاص طيب عشان كده بنسميها source documents يعني ده الاساس اللي احنا بنملى منه الجوب cost sheet طيب كل الكلام ده نظري فخلي بالا فكتب لك هنا ان الجوب cost sheet summarizes بيلقص كل التكلفة اللي انت كلفتها عشان تعمل الوردر ده خلاص ماشي احنا كده اتكلمنا عن حاجات نظري تعال بقى نرجع للجورنال انترز بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تعال بقى نشوف الشركة هتعمل ايه كانترز عشان تثبت بيها ان فيه اوردر شغالين عليها احنا خلصنا خلاص اول مرحلة اللي هي كانت مرحلة التجهيز دلوقتي هنخش على phase او ما المرحلة التانية اللي هي مرحلة التنفيذ دي اللي بنسميها web work and process طيب اول حاجة محتاجها عشان ننفذ اي اوردر material تاني حاجة labor تالت حاجة manufacturing overhead ده اللي احنا هنيجي نعمله بس الله يخليك انا كتب لك ملاحظة هنا مهمة اوي بص يا سيدي لما تيجي تطلع من المغزن material عشان تنتج لما تيجي تاخد عامل عشان ينتج لك لما تيجي توزع ال overhead هتعمل خطوة واحدة بس ركز معين عشان تسجل اي انتري في مرحلة التنفيذ دايما اتديبت بتاعك اسحى دايما اتديبت بتاعك هيبقى حاجة اسمها work and process يعني ايه يا شباب work and process حاجة شغال عليها مش انت دلوقتي في مرحلة التنفيذ فانت كان في البداية عندك raw material دلوقتي ما بقتش raw material دي بقت material انت شغال عليها فدلوقتي بتتحول لحاجة اسمها work and process دايما الديبت بتاعك في اي حاجة هتسجلها في مرحلة التنفيذ الديبت working process والكريدت هيبقى في حاجة من ثلاثة لو انت طلعت من المغزن material يبقى هتستجل في ال credit material لو انت جبت عامل يشتغل على ال order بتاعك يبقى هتسميه factory labor لو انت عايز تسجل المانيفاكترينج overhead بتاعك ال order ده بس يبقى احنا هنا هنسميها manufacturing overhead يبقى نقدر نقول ان الديبت دايما بيظهر فيه web والكريدت بيظهر فيه يا material يا labor يا manufacturing overhead استنى انا لما بقول material اقصد بيها direct material لما بقول factory labor اقصد بيها direct labor اتعلمنا في cost one ان فيه حاجات غير مباشرة اللي هي ما بتبقاش مواد اساسية في الانتاج بس بستخدمها في الانتاج فاكر لما كنت بقولك انا عندي مصنع اساس بينتج كراسي خشب المaterial الاساسية بالنسبة لنا الخشب طب المaterial غير الاساسية اللي هي المصامير هي تكلفتها بتبقى وليلة ما بنقدرش نعملها tracing يعنيه tracing ما بنقدرش نتتبعها ما بنقدرش نعرف كل كورسي خد كم مصمار بالظبط صغير خالص فدي بنسميها indirect material خلي بالك قلتلك قبل كده الله يخليك ركز معايا قلتلك قبل كده ان اي حاجة indirect بنضفها جوه manufacturing overhead يعني خلي بالك واكتب الملاحظة لو انا لقيت ان انا استخدمت indirect material او indirect labor يبقى انا في الحالة دي هنسميها manufacturing overhead خلاص لان انا قلتلك قبل كده اي حاجة indirect تبقى manufacturing overhead طيب تعال بقى نشوف الخطوات اللي احنا هنيجي نعمل اول حاجة انا محتاجها ان انا يكون عندي material انا دلوقتي بنفذ يبقى المواد الخامة ما بقتش خامة دي بقت خلاص حاجة بنفذها يبقى هنيجي نسجل working process خلاص ال working process ده بنسجل فيه ال direct materials بس طيب لو عندي حاجة indirect يبقى هنسجلها تحت مسمى manufacturing overhead هنيجي نطبق ما تلاقش طيب هوا احنا بنعرف قد ايه المaterial من اين من حاجة اسمها material requisition slab خلاص طيب انا الله يخليك انا دلوقتي كان عندي material في المغزن طلعت من المغزن material ابتدأت اشتغل عليها يبقى المaterial اللي جوه المغزن حصل لها ايه قلت خلاص ال raw material لما بتقل هي asset بتقل فين في الكريدت يبقى تانى قلتلك هما تلت حاجات بتيجي تعمله او حاجتين بتيجي تعمله دايما الديبت فيه working process والكريدت يفيه raw material لو انت بتستهلك raw material فيه labor لو انت شغل على labor فيه overhead لو انت بتتكلم عن overhead واي حاجة indirect هنسميها manufacturing overhead طيب اصحبها معي انا فيه عامل اشتغل على ال order ده فعايز اعرف ال order ده العمال هيتحاسبوا عليه بكام بص ده بنسميه to charge the factory labor to web عايز اعرف الشغلانة دي العامل اشتغل عليها كم ساعة فباجى اسجل entry بسيط بص مش هنا قلتلك ان ده temporary account حساب مؤقت هيجي تعمله closing هو كان جاي دبت يبقى احنا بص بص هنرميه كردت واحد هيجي يقولي انت هترميه كردت عشان نيجي ونقفلو نيجي ايه نقفلو في الشغلانة اللي العامل شغال عليها الشغلانة اللي عامل شغال عليها اسمها WIM لو خدت بالك الاجور دي دي اجور المصنع كله اجور الناس كلها هل كل الناس اللي عندي اشتغلوا على ال order ده بس لا ده بيبقى واحد اتنين بيبقى تارزي او اتنين بكتير فانا عايز اعرف بيش دي اجور العمال كلهم او انا عايز اعرف كام عامل بالزبط والناس دول هياخدوا كام على ال order ده فباجي اشيلها من هنا واضفها على ثمن ال order على سبيل المثال طلع ان حسابهم حساب العمال اللي عندي 100 يبقى انا هضيف المية الجنيدي على تكلفة ال order اوكي ماشي هيجي رجالك على ال t accounts دي عشان محتاجينها بعد شوية ماشي طب لو انا عندي direct labors دول اللي بنسجلهم في ال working process طب لو انا عندي indirect بنسميهم manufacturing overhead مش هتفهم قوي ان شاء الله غير لما نيجي نطبق طيب دلوقتي هنيجي نسجل ال manufacturing overhead خدت بالك خطوة واحدة بنيجي نعملها debit working process تاني خطوة بنيجي نعملها لو انا شغال روماتيريا يبقى روماتيريا في الكريد لو انا شغال على ال labor يبقى labor في الكريد الماليفاكترينج overhead بس خلي بالا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ايه هي؟ تعال نركز كنا مع بعض هو ايه هي الماليفاكترينج overhead التاني؟ اه هي عبارة عن الكهرباء الميا، الغاز، الرنت كل الكلام اللي انت اعرفوا ده في مشكلة ايه هي؟ ان المانيفاكترينج overhead يا شباب ما بنعرفش قيمتها كام غير اخر السنة هو انا هقدر اقولك هو انت في 2023 دفعت كام اجار ما لسه السنة ما خلصتش فعمش عارف في التوتل بتاعت السنة دفعت كام اقدر اقولك هو الكهرباء خلال السنة كلها كانت كام؟ ما تعرفش لسه السنة ما خلصتش فانا دلوقتي ظهر لي مشكلة ايه هي المشكلة؟ ان المانيفاكترينج overhead الاكتوال نمبر بتاعها ايه الاكتوال رقم ايه الاكتوال نمبر ده؟ الاكتوال نمبر ده هو الرقم الحقيقي اللي فعلا دفعته انا لسه معرفش دفعت كام ليه؟ عشان المدة لسه مخلصتش طب ما انا محتاج اعرف المانيفاكترينج overhead بتاع كل order قد ايه؟ يعني انا محتاج اعرف كل order كلفني كهرباء قد ايه؟ مية قد ايه؟ غاز قد ايه؟ ايجار قد ايه؟ طب هعمل ايه؟ مش هحاسب بالناس عليها؟ هتحاسب بس بتيجي تعمل حاجة اسمها estimation بتيجي تعمل حاجة اسمها ايه؟ estimation انا باجي عند اول السنة لسه معرفش هدفع كام باجي اتوقع خلال السنة المانيفاكترينج overhead هتبقى بكام يبا خلي بالك احنا دلوقتي هنيجي نتوقع احنا هندفع مانيفاكترينج overhead قد ايه؟ احنا مهمتنا كلها دلوقتي ان احنا نعرف هو التوقع ده بنتوقعه ازاي؟ تاني احنا ما نعرفش هندفع كام بالزبط عشان المدة لسه مخصصتش فبنيجي عند اول السنة بنيجي نتوقع تقريبا كده احنا هندفع مانيفاكترينج overhead باثنين مليون جنيه تقريبا خلاص؟ احنا عايزين نعرف التوقع ده بندنيه ازاي؟ مبدئيا التوقع ده يا شباب بيبقى بناء على السنين اللي فاتي يعني السنة اللي فات دفعنا كام كذا خلاص بس السنة دي نزاود حتة بسيطة ودي التوقع بتاعنا طبعا التوقع ده ممكن يصيب وممكن يخيب هنعرف الموضوع ده بعد شوية بس يهمني دلوقتي انا عايز اعرف ازاي بتوقع المانيفاكترينج overhead لو انت عايز تتوقع قيمة المانيفاكترينج overhead بتروح تعمل او تحسب حاجة اسمها pre-determined overhead rate تاني كده بتيجي تحسب حاجة اسمها pre-determined pre-determined يا شباب بتساوي كلمة تانية اسمها estimated بتساوي كلمة تالتة budgeted التالتة دول بمعنى توقع باجي اتوقع ال overhead هتبقى بكام خلاص باجي احسن معدل كده نسبة النسبة دي جماعة اكيد ده توقع لسه ما حصلش توقع ده بابني بوناء على اللي حصل قبل كده يبقى اول حاجة عايزين نعرف ايه هو pre-determined overhead rate هو عبارة عن estimate توقع how much overhead cost should be assigned يعني ايه assigned هنوزعها بقد ايه يعني كل order نصيبه قد ايه من ال overhead خلاص استنى بقى ال overhead يا شباب بيجي يحصل لها حاجة اسمها allocation توزيع على ال orders اللي عندي هو انت لو مسكت ال order لو مسكت البدلة اللي انت بتفصلها هتعرف لو بمجرد النظر كده هتعرف البدلة دي اتكلفت قد ايه نصيبها قد ايه من الإجار نصيبها قد ايه من الإلكتراسيتي والكهربا والكلام ده لا فنحن بنيجي نعمل ايه بنيجي نحسب rate ال rate ده هنستخدمه عشان نعرف نصيب كل order قد ايه من ال overhead خلاص طيب ال overhead و pre-determined overhead rate بنيجي نحسبه ازاي ركز الله يخليه بنيجي ناخد ال estimated overhead cost دي بتبقى جافن في السؤال يعني التكلفة اللي انت متوقع تدفعها السنة دي خلاص بنيجي تقسمها على حاجة اسمها allocation base أو estimated allocation base يعني ايه allocation base خدناها في cost 2 اساس التوزيع اساس التوزيع يعني انت هتوزع التكلفة دي بناء على ايه اساس التوزيع ده يا شباب بيكون حاجة من اتنين غالبا يا عدد ساعات العمال يعني انا بشوف انا بتوقع ان انا هدفع overhead ب الف جنيه فبشوف انا ال الف جنيه دي هنسبها لايه هوزعها بناء على ايه هوزعها على عدد ساعات العمال طب العمال اللي اشتغلوا الف ساعة يبقى كده الساعة وقف علي بجنيه بص ال allocation base غالبا هي بيكون عدد ساعات العمال او عدد ساعات الالات ال machine hours او ال labor hours خلاص؟ وكل ده بيبقى جافي انت هنا بتطلع rate ال rate ده انت عايز تعرف من خلاله كل ساعة اشتغلتها تكلفتها قد ايه overhead حلو فانت بتيجي تحسب بقى manufacturing overhead applied يعني ايه يا جماعة كلمة applied estimated مش انا قلت لك احنا كل ده بنبني توقع بص التوقع بتاعنا بنيجي نبنيه على مرحلتين نحسب ال rate بعد كده بنيجي نحسب حاجة اسمها manufacturing overhead applied بنيجي ناخد ال rate اللي احنا حسبناها في step 1 بنيجي نضربه في حاجة اسمها actual activity او the used activity خلاص؟ طبعا انت مش فاهم اي حاجة عشان انيجي مطبق دلوقتي تعال بقى نحل examples على phase طيب فاكر ال example بتاع والاس برضو هنكمل فيه اول حاجة ارى معايا عشان تفهم احنا دلوقتي في اني phase الله يخليك ركز بيقولك والاس uses هعلم عليك للمة uses uses معناها ان انا بستهلك material يبقى انا دلوقتي في مرحلة التجهيز بجهز انا بنفذ حلاص؟ يبقى انا فعني مرحلة في مرحلة الويب working process طيب ركز انا استهلكت material 24 لا انت استهلكت direct material 24 واستهلكت indirect 6 جميل؟ ده كل الماتيريز الله يخليه تركز معي انا هقش المغزن دلوقتي هاخد material منه بـ 24 بس لا ده انت كمان هتاخد material منه بـ 6 ما هو سواء ده direct أو indirect هما في الاول وفي الاخر دول raw materials يبقى قيمة الـ raw materials اللي انا هطلعها من المغزن قد ايه؟ 24 ستة يبقى انا هطلع من المغزن raw materials بقد ايه؟ 30 30 فخدت الماتيريز من المغزن وخرجت يبقى الماتيريز جوه المغزن قلت ولا زدت؟ قلت حلو تعال نسجل بالراحة اول حاجة هاجي اعملها هي ايه؟ ايه؟ اسجل انا دلوقتي في مرحلة التنفيذ طول ما انت في مرحلة التنفيذ هو material اللي بتتحول لـ web فهروح اسجل في الـ web ده دايماً بس الـ web بيتسجل فيها قيمة الـ direct material بس مش مهم دلوقتي الحتة دي المهم ان انا خرقت من المغزن raw material اللي اميتها بكام؟ بـ 30 ألف يبقى الـ raw material دي asset والـ asset لما بيقل بيقل يبقى اسجل raw materials inventory حلو انا خرقتهم ليه؟ عشان ابدا انا نفس يبقى اسجل web اللي بتسجل في الـ web اللي بتسجل في الـ web الـ direct material بس ارجع الـ direct material كانت بـ 24 يبقى اسجل هنا 24 طيب كده في فرق ستة اه اللي هي الـ indirect material يا شباب اي indirect material بيتسجل تحت مسمى web لا manufacturing overhead فهمت الليلة؟ خلاص؟ يبقى الـ raw material بتتسجل بالـ direct و indirect لكن الـ web بنحط فيها الـ direct الـ manufacturing overhead بنحط فيها الـ indirect يلا بص ياسيب ايلك هنا في رقم 2 قالك ان فيه time tickets الـ time tickets ده اللي عشان نحسب منه ايه factory labor قوة تنسى ايلك ان العمال كذا 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 المهم ان فيه 32 ألف جنيه ده الـ factory labor costs ده كل الـ factory labor خلاص؟ من ضمنهم الـ direct labor بـ 28 والـ indirect 24 يلا كل اللي احنا هنعمله هنجيب ايه في الكريدت انت في مرحلة التنفيذ يبقى انت دلوقتي هتاخد الـ factory labor ترميه في الكريدت بكل القيمة اللي هي الـ 32 كلهم طيب انا دلوقتي في مرحلة التنفيذ يبقى هيظهر في الـ debit ايه؟ التنفيذ بتاعك اللي هو الـ web working process في الـ working process انا كتبلك في الشرح ان اللي بيظهرينه الـ direct labor بس طيب ارجع اشوف الـ direct labor بقدي ايه؟ الـ direct labor كان قمته 28 يلا يبقى هكتبنا 28 طيب والفرق ما بينهم ده الـ indirect بـ 4000 بنسجله تحت مسمى manufacturing overhead نفس اللي فوق بالظبط بس ده labor طيب خلي بالك بقى الله يخليك عشان نشوف القصة بتاعة الـ overhead تعال نشوف تالت نقطة عندنا في الـ example بتاعنا وركز فيها عشان دي مهمة جدا ودي تطبيق على الحتة بتاعة الـ overhead rate ازاي نحسبه وازاي نحسب بعد كده الـ manufacturing overhead فالله يخليك ركز كويس جدا طيب اقول لك هنا انه والاس بتستخدم الـ direct labor cost الـ direct labor cost as activity base استنى مش انا قلتلك من شوية ان activity base او الـ allocation base هو عبارة عن الـ base اللي انت بتستخدمه او اساس اللي انت بتستخدمه عشان توزع بناءا عليه التكلفة بالضبط انا قلتلك غالبا يبيكون machine hours ya labor hours هو هنا مديلك حاجة ثالثة تكلفة العمال direct labor hours لا هو مديلك direct labor cost فلاص اسمع كلامه مش Assuming that the company expects الـ annual overhead cost هو هنا بيقولك ان تكلفة الـ overhead المتوقعة 280 بعد كده قلتلك ان direct labor cost اللي هو الـ base بتاعك تكلفته قديه 350 استنى اول لما شوف فيه activity base في اساس هوزع بناءنا عليه واول لما شوف انه هو مديني الـ overhead rate expected او estimation ومديني الـ base ده امتو بقدي ايه يبقى انا اكيد هنا لازم احسب الـ overhead هو هنا مش مدهالي احسبها ازاي ركز الله يخليك معاي هحسبها عن طريق ان انا هعمل two steps الموضوع سهل جدا ما متشغلش بالك بي يعني موضوع سهل اول step هاجي اعملها بحسب حاجة اسمها rate الـ rate الـ rate ده شباب اسمه pre-determined overhead rate بنحسبه ازاي rule الرول اللي انا قلتلك عليها ان احنا هناخد الـ estimated overhead cost نقسمها على الـ activity base اللي هو محددولك طيب هو لو رجعت للسؤال كان قيل لنا من شوية ان الـ overhead cost بـ 280 و الـ direct cost او الـ direct labor cost اللي هو الـ base 350 يبقى انا هقول ان الـ cost اقسمها على الـ base 350 لو عايزت هخليها percentage ونخليها percentage فهندرابها في 100 فهيطلع ان ده الـ rate ده بـ 80% stop افهم الاول يعني ايه 80% التمانين في المية دي معناها ايه معناها ان كل جنيه هدفعه للعمال هدفع قصاده 80% او 80% overhead كل جنيه هدفعه للعمال يعني لو اديت لعامل جنيه هدفع بيدي التانية 80% overhead ده معنى 80% طب احنا كده لسه ما حسبناش الـ overhead رقم اثنين احنا بنيجي نحسب حاجه اسمها الـ manufacturing overhead applied ارهاد ابرد يعني ده برده estimated متوقعه خلاص ده متوقعه ماشي بحسبها ازاي هقولك قالك هنا معلومه مهمه جدا ان الجوب الي انت شغال عليها استهلكت دايريكت ليبر بـ 28 ألف 28 ألف دي جبتها منين فاكر مش انت قلت هنا في رقم اتنين ان الـ دايريكت ليبر بـ 28 ألف انت بتوزع بنقا على الـ فكل اللي انا هاجي اعمله والله خليك ركز كل اللي انا هاجي اعمله انا عايز اعرف الـ order اللي انا شغال عليه ده الـ overhead بتاعته بقد ايه هشوف الـ direct labor cost تكلفته الـ direct labor cost بتاعته هو كان الـ 28 مش انا اقول لك من شوية ان الـ 80% دي معناها ان كل جنيه هتتفع له العمال بيدك التانية هتتفع 80 قرش overhead طيب ما هو ده اللي حصل انا دفعت للعمال كـ direct هو قال لك انا استخدم الـ direct هو اللي قال لك استخدم الـ direct labor كـ base طيب انا هنا الـ order ده دفعت direct labor بقد ايه للعمال الـ 28 فين دي تاني عشان ما تقوليش جات من اين اهي مش احنا حتى لما سجلنا الـ entry اهو 28 ماشي اضربها في 80% ماشي فهيطلع ان قيمة الـ manufacturing overhead بتاعت المصنع كله بتاعت الـ order اللي انا شغال عليه هيطلع كام؟ 28 او 22 500 او سوري 22 500 يبقى دول الـ steps اللي انا عملتوه بعد كده اعمل ايه؟ اروح اسجل الـ manufacturing overhead اسجل ويب وـ manufacturing overhead بالرقم اللي انا اطلعه يبقى طول ما هو مش حسب لي الـ manufacturing overhead انا اللي بحسبها ازاي ازاي الـ two steps دول طيب هنيجي تتمرن عليها كتير بس انا بصراحة كده عايز امرنك اكتر دلوقتي ازاي تعمل الـ T-accounts بص تسين احنا هنا هعايزين نتمرن ازاي نعمل T-account للـ work and process بالراحة هعمل T-account الـ T-account اهي هسميها الـ working process الـ working process ده asset احنا متفقين ان شمال T بيبقى الـ debit ويمين T بيبقى الـ credit كل اللي انا هجي اعمله هو انت ليه بتعمل T-account هقولك هلاص هتفيدنا جدا الـ working process في اول transaction او اول entry كان جاي فين في الـ debit 24 يبقى اخد الرقم ده احطه هنا 24 طيب بعد كده انا الـ manufacturing overhead بـ 6000 يبقى هعمل T تانية لـ manufacturing overhead هي جاية دي بـ 6 يبقى احطها هنا بـ 6 يبقى كأن هنا السمنة 30 ألف 24 منهم راحوا للـ web و 6 راحوا لـ manufacturing overhead الـ 13 طنمية دي رقم beginning تشتوبه خالص مش عايزه حلص عشان ما تثبته يعني ما تثبته يعني ما تثبته هو جاي من اين مش مهم دلاتي حلص طيب في الـ transaction التانية اللي حصل لقيت ان الـ web بردو جاي 28 يبقى هاخد الرقم ده احطه تحت الـ 24 في الـ debit ما هو جاي دي بيت يبقى حطه في الـ debit طيب نفس transaction كان فيه 4000 في الـ manufacturing overhead يبقى هاضفه هنا في الـ 4000 حلو اخر بقى transaction ايه اللي حصل اخر transaction لقيت ان الـ manufacturing overhead جاي credit خلي بالك شوف انت بتحطه فيه بـ 22-400 يبقى هتحطه هنا credit ده ايه المالفاكترين جوفرهاد اسحى خلاص والـ web جاي بـ 22-400 بردو يبقى هتحطه هنا بـ 22-400 خلاص مرن ايدك وعملها لـ DT accounts سهل جاب تعال نشوف example 2 من اسئلة الـ lectures بردو هو اسئلة يعني سؤال بسيط خالص خلاص قالك The company is working on two job orders The job cost sheets اعلم على job cost sheet اول لما شوف كلمة job cost sheet او material acquisition slip او time tickets يبقى انا كده في مرحلة التنفيذ ولا التجهيز التنفيذ مرحلة الـ web خلاص هو هنا بيقولك ان الـ direct materials اللي استهلكتها هو هنا بديلك two orders job رقمها مية وعشرين وشغلانة رقمها مية وعشرين أنا ميهمنيش بسجل بالـ total مية وعشرين كانت تكلفة المتيريال بتاعتها 6 والتالتة والتانية 3600 يبقى التوتال بتاعها 9600 طيب دي material بسجلها ازاي web raw material طيب عايزين نسجل direct labor برضو هنجمع ونسجل web factory labor هنا ما كانش فيه indirect لو كان فيه indirect هسجل overhead حتى الـ overhead من سهولة المسألة طبعا ما بيجيش كده في الامتحان دي مسألة عبيطة خالص الـ manufacturing overhead هو هنا حتى حسبها لك مش طالب منك ولا rate ولا اي حاجة فكل انت هتعمل وتجمع الرقمين هتسجل working process و manufacturing overhead طبعا المسألة اللي فاتت كده تأصعب شوية كده احنا خلصنا تقريبا 90% من الـ chapter تعالى نرجع للـ cost flow بتاعتنا ونفتكر احنا خلصنا من نهاية انا حاسس ان انت نسيت هي ايه هي الـ cost flow الـ cost flow هي المراحل اللي بيمر بيها الـ product بتاعنا من ايام ما كان raw material لحد لما يوصل ان هو يكون finished goods يعني ايه finished goods بضاعة جاهزة ان هي تتباع بضاعة جاهزة بنسبة 100% احنا خدنا كم مرحلة من دول خدنا اول مرحلتين اللي هي المرحلة الاولى اللي احنا سميناها مرحلة التجهيز للانتاج واول لما يجيلي orderات هروح انفزها يبقى احنا كده هنخش في المرحلة التانية اللي هي مرحلة التنفيز دي احنا سميناها work and process فكرني ايه هي الـ work and process في اداية شغلانة بحاول اخلصها معنى الكلام ده ايه قلتلك قبل كده ان الـ work and process يا شباب هي عبارة عن بضاعة نصة تشتيب لسه ما بقتش جاهزة بنسبة 100% يعني الـ work and process دي هي بضاعة جاهزة بنسبة 60% بالكتير قوي اول لما البضاعة اللي انا شغال عليها او الـ orderات اللي انا شغال عليها تبقى جاهزة ان هي تتباع ما ينفعش سميها web عشان كلمة web معناها ان الـ order ده خلصان او جاهز بنسبة 60% بالكتير لكن الـ order دلوقتي بقى مكتمل الـ order بقى جاهز بنسبة 100% ان هو يتباع يبقى احنا جده هننتقل للمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة اسمها ايه finished goods خلاص الـ product اللي احنا كنا شغالينا عليه جاهز ان هو يتسلم الدرس او الـ suit او البنطلون اللي احنا كنا شغالين بنحاول نخلصه بقى جاهز ان هو يتسلم بقى جاهز ان هو يتباع المرحلة ده اسمها ايه finished goods طيب احنا كل مهمتنا دلوقتي ايه كل مهمتنا دلوقتي ان احنا محتاجين نسجل حاجة نسجل entry الـ entry ده يثبت ايه يثبت ان كان فيه order ما كانش خلصان او كان جاهز بنسبة ستين في المية دلوقتي يبقى جاهز بنسبة مية في المية وجاهز ان هو يتباع يا ترى الـ entry ده هنعمله ازاي تعالى بقى نشوف هو entry واحد ولا 3 entries لا هو entry واحد تعالى نشوف الـ entry ده هنعمله ازاي الـ entry يا شباب في غاية بسيط جدا simple جدا تعالى نشوف بص يا سيدي كل الكلام ده خدناه سيبك بقى مش هنخش في الحاجات الصعبة دي تاني كل اللي جاي انت قريدي خدته قبل كده دلوقتي احنا بنتكلم في مرحلة الـ finished goods انا عايز اعمل الـ entry يثبت ان البضاعة اللي كنت شغال عليها او الـ orderات اللي انا كنت شغال عليها دلوقتي بقى جاهزة ان هي تتسلم بزمتك بزمتك انا بقولك الـ order بقى جاهز بنسبة 100% يبقى ينفع نفضل مسمين ويب يا اخي ده انا قلتلك كلمة وب معناها نص تشطيب دلوقتي يبقى جاهز 100% يبقى اول حاجة احنا اتفقنا عليها ان ما ينفعش نسميه وب خلاص؟ طب هنعمل ايه؟ هتلغي اسمه وب احنا اتفقنا في الـ accounting لو انت عايز تلغي حاجة تجيبها عكس مكانها مش الـ web بيجي دبت انت عايز تلغيه ده مبقاش web ده بقى بضاعة جاهزة يبقى هتهولي في الـ credit X طيب اي product بيمر بكزا مرحله raw material بضاعة نصة تشطيب بنسميها web دلوقتي بقت جاهزة ان هي تتباعة يبقى في الحالة دي انت قلت ايه؟ جاهزة يبقى هنروح نسجل في الـ debit ان ده بقى finished goods بضاعة جاهزة بنسبة 100% يبقى كأننا عملنا انتري بسيط يثبت ان الـ order اللي مكانش جاهز دلوقتي بقى جاهز طب هو الـ finished goods دي هي asset ها؟ اسمها finished goods inventory دي بضاعة طيب صعبة؟ لا سهلة الفكرة كلها ايه اللي انا عامله ده؟ يعني ايه؟ work and process T account فاكر T accounts اللي احنا عملناها هنا اه فاكر فيه مسألة ليه بتاعت والاس مش عارف ايه؟ المهم دلوقتي T account بتاعت الـ working process دي يا شاب مهمة جدا مهمة جدا في ايه؟ مهمة عشان نعرف تكلفة الـ order بتاعنا كانت كام الـ order تكلفته بتتكون من ثلاث حاجات material و labor و overhead فاحنا بنيجي نحط في الـ working process material و labor و overhead ليه؟ عشان نعرف لما خلصنا تكلفته كام انا عملت منتج المنتج ده خد material بـ 1000 عمال بـ 500 overhead بـ 500 ده الـ web يبقى لما اروح احط امته وهو خلصان او تكلفته وهو خلصان هتبقى كام؟ كل مجموع الـ web اللي هو الـ 2000 فكل اللي انا هيجي اعمله هروح ابص الـ T account بتاعت الـ web فيها كام في الاخر؟ وحط امته من 2000 2000 تيجي نطبق؟ يلا نطبق بص يا سيب اهو When a job is completed Wallace make an entry الشركة او المسألة اللي احنا بنحل فيها الشركة دي هتيجي تسجل entry يثبت ان البطاعة جاهزة يبقى هنيجي نسجل ايه في الـ debit finished خلصانة جاهزة طيب وفي الـ credit هنسميها ايه؟ Work and Bruce طب الله يخليك احنا جدنا الـ 39 دي منين؟ من الـ T account بتاعت الـ web مش الـ web كان فيه direct material والـ labor والـ overhead ما دول تكلفة المنتج اجمعه اجمعه هيطلع الـ 39 الـ 39 دي هنحطها في T account جديدة اسمها finished goods طيب الله يخليك بص احنا سجلنا هنا الـ 39 وسجلنا هنا الـ 39 رد علي الـ 39 جاية الـ debit فهنروح نحطها في T account بتاعت الـ finished في الـ debit لكن الـ web الـ work and process الرقم بتاعها جاية credit يبقى هنروح نحطه هنا طب هو احنا عرفنا الرقم ده منين؟ مجموع الارقام دي كلها خلاص؟ يبقى احنا فهمنا بنجيب قيمة الـ finished goods منين؟ direct labor الـ direct material والـ manufacturing overhead ما توجعش جماغك شوف الـ T account بتاعت الـ web فيها كم ويسميه finished goods طيب خلصنا المرحلة دي؟ اه خلصنا بص يا سيد كده فضلنا اخر مرحلة نرجع لـ cost flow بتاعتنا اول لما الـ product يبقى خلصان وجاهز ان هو يتسلم هنروح نبيعه ودي المرحلة الاخيرة مرحلة البيع مرحلة ايه؟ البيع مرحلة البيع دي بنسميها ايه؟ cost of goods sold تكلفة البضاعة اللي عندي تكلفة البضاعة المباعة باعتها احنا دلوقتي عايزين نعمل entry الـ entry ده يثبت ان الشركة باعت البضاعة اللي عندها يثبت ان الشركة باعت البضاعة اللي عندها ركز معايا الـ entry ده اخد نفس اولى عشان تسجل ان انت باعت البضاعة مش بتسجل حاجة واحدة بتسجل حاجتين بتسجل to entries بتسجل ايه؟ to entries entry كنت باقولك كده في فسانة اولى entry بال price و entry بال cost entry بال price و entry بال cost يبا احنا هنسجل to entries هتيجي تسجل entry بالسعر اللي انت باعت بيه وهو بيبقى مدهولة given ويه؟ بتيجي تسجل entry بالتكلفة اللي هو هيدهه لـ given لأ اللي انت قريدي هسيبه هنا في finished goods تعالى نطبع تعالى نشوف الـ interest يلا ودي اخر حاجة عندنا خلاص فضل دلنا موضوع بسيط خلاص كده وكده يكون قفلنا الحمدلله التشابتر ده او لما الـ finish goods تتباع دي بنسميها ايه؟ cost of good soul الله يخليك ركز معاه بنسجل two entries انا هروح بيعلك البضاعة البضاعة اللي انا بيعها لك حضرتك هتديني مقابلها ايه؟ فلوس ركز الله يخليك نرجع أسانا أولى نرجع فاكر يعني ايه revenue؟ هي الفلوس اللي بيجيلك من خلال خدمة قدمتها مش قصتنا دلوقتي او بضاعة بيعتها استنى انا بيعتلك بضاعة يبقى ده نسميها revenue واي revenue بنسجله فين؟ في الـ credit بس actually احنا هنا بيعنا لك بضاعة عشان كده بنسميها service revenue بقول لك بضاعة بنسميها sales revenue يبقى ايه هو sales revenue؟ هي الفلوس اللي هتخش جيبي مقابل بضاعة بيعتها للناس وبتيجي دايما credit حلو لو انا بيعتلك البضاعة وخدت تمنها كاش منك يبقى الكاش بتاعي زاد والكاش ده asset لما بيزيد بيزيد دبت بس استنى انا هنا ممكن ابيعلك البضاعة كاش او ممكن تيجي تاخد مني البضاعة وتقولي يا محمد اقولك نعم تقولي ههزبك بعدين يبقى انا في الحالة دي انا بيعتلك البضاعة ومخدتش منك فلوس يبقى انا ليه عندك فلوس الفلوس اللي ليه عند الناس الفكرة بنسميها ايه accounts receivable يبقى خلي بالا احنا لما بنيجي نبيع البضاعة بنسجل في الدبت accounts receivable or cash على حسب امتى تبقى accounts receivable لو قالك كلمة on account او قالك كلمة on credit ده معناها ان حضرتك بيع تبضاعة ومخدتش فلوسها طيب لو قالك ان هي كاش تسجل كاش حلو هو احنا بنسجل ال revenue بايه بالتكلفة يا رجل حرام عليكم دائرات الرات ده بيجيلك مقابل ان انت بعت وانت ببيع بالايه بالسعر يبقى احنا بنسجل اول entry بالسعر بتاعك اللي هو بيبقى given selling price بيبقى given طيب قلتلك احنا بنسجل two entries في حالة البيع entry بالايه و entry بالايه entry بال price سجلناه entry بالcost بالتكلفة بتاعتك هو احنا عملنا ايه كان عندنا بضاعة اه عملت ايه اتبعت ماكملش المخزن بتاعي كان فيه بضاعة جاهزة ان هي تتبع و اتبعت يبقى المخزن البضاعة اللي جواه قلت ولا زادت بيقولك اتبعت يبقى قلت البضاعة دي اسمها ايه اسمها finished goods البضاعة اللي كانت عندي اتبعت يبقى قلت ولما بتقلي بتقلي ايه دقست بيقلي credit البضاعة اللي كانت جاهزة اتبعت طيب انا عايز اسجل ايه تكلفة تكلفة البضاعة اللي عندك او اللي اتبعت اللي اتبعت تكلفة البضاعة اللي اتبعت بنسميها عندنا cost of goods sold بنسميها ايه cost of goods sold تكلفة البضاعة المباعة واي تكلفة بتتسجل في الdebit واي تكلفة بتتسجل في الdebit يبقى انا هروح اسجل انتري بالكوست ايه هو تكلفة بدعمه باعة كوست تفجد صوت جاية ديبت عشان هي كوست عشان هي زي الاكسبنس والفينيس جودز قلت عشان هي تباعت خلصت خلصت طيب تعالى نطبق على الانتري ده قيل لك والاس مانيفاكترينج سيلز هون اكاونت عالحساب job 101 زى job cost حتى لو مقالكش تكلفتها كابل انت عارف من الانتري اللي فات ان تكلفة البضاعة 39 حلو قالك احنا بيعناها بيعناها بكامية معلم بخمسين هو اللي قالك ماشى اعمل الانتري انتري ولا اتنين اتنين انتري بالبرايس انا بيعت بضاعة وماخدتش فلوس هيبقى لليه عندك فلوس يبقى دي اسمها account receivable بيكان بالبرايس انا بيعت بضاعة يبقى ده اسمها ايه sales revenue طيب انا سجلت بالبرايس خش على التكلفة انا كان عندي بضاعة وبيعتها يبقى سجل تكلفتها تكلفة البضاعة المباعة بتتسجل في الدابت طب انا كان عندي finished goods كان عندي بضاعة جاهزة ان هي تتباع وبيعتها يبقى البضاعة اللي جوه المغزن قلت بيتقل فين في الكريدد خلاص فاكر في المسألة اللي فاتت الفنشد جودز كان جاي دابت بتسعة وثلاثين دلوقتي بقى جاي الكريدد بتسعة وثلاثين يبقى ده اسمها تصفر مع السلامة والفنشد جودز ده تنقل للكوستوف جود سولد ان هو بقى تكلفة بضاعة مباعة قمتها تنقلت للكوستوف جود سولد ايه كوستوف جود سولد جاية فين دابت فحطت هنا في الدب الانترس دي بس بيتفهمك الفلو ماشي ازاي بس طيب احنا كده خلاصنا كل الانترس اللي عندنا ملخصها في صفحة معفنا اهي ده كل الانترس اللي عندنا كل الانترس كل الانترس هتلاقيني عاملك في البي دي اف بداعنا ورقة كده فيها ملخص التشابتر كله خلاص الورقة دي انت محتاج تفهمها كويس طيب كده خلصنا هنيجي نعملي دلوقتي احنا عندنا حتة بسيطة في اخر التشابتر شرح بس احنا مش هنيجي نشرحها دلوقتي هنيجي نعملي اهي نحل علي احنا قلناه هنحل كتير شوية ما تنساش ان انا عاملك ان شاء الله فيديو تاني الفيديو ده حل فقط هفروملك التشابتر ده حل ربنا واحده عالم انا هحل لها قد ايه انا هحل لك فوق الميت سؤال ممكن كمان هحل لك مسائل كتير مسائل يعني مسألة ساي مش امسك يو هحل لك مثلا بتاع خمسين مسألة معلش الكوست كمان نهاج صغير بس كتفاصيل كتير ماشي طيب تعالى من دلوقتي نحل كم سؤال قبل ما ناخد اخر حاجة عندنا في التشابتر تعالى نشوف الاكزامبل ده سوا الاكزامبل ده يا شباب على كل الكوست فلو اللي احنا خدناها على كل جورنال انترز بتاعة التشابتر ده اوكي يالله نشوف السؤال ده اول حاجة بيقولك هنا في رقم واحد ان purchased raw materials انا روح تشتريت raw materials يبقى انا هنا يا جماعة بنفز ولا بجهز انت لسه بتشتري يبقى ديه في مرحلة التجهيز عشان الحتة دي مهمة انا لسه مجهز فاكر لما كنا بروح نشتري materials on account بنسجل ايه؟ انا مكنش عندي materials فروح تشتريت materials يبقى الماتيريال اللي زل عندي زادت دي بنسميها raw materials inventory ال raw materials دي asset والasset زاد لما بيزيد بيزيد دبت بكم؟ ب46 تولتمية طيب انا هنا دفعت كاش؟ ولا كان on account؟ on account يبقى انا علي ديون للراجل الديون بنسميها accounts payable بكم؟ ب46 تولتمية دي مفهاش اي مشكلة خلاص نحو الحل بتاعها raw materials inventory و accounts payable ركز معي بقى فرقم اتنين قيل لك فاكر ال raw materials اللي انت لسه شاريها فوق في raw materials اميتها 36000 where requisitioned to the factory ركز كده معي كلمة requisitioned معناها ان احنا خرجناها من المغزن ودناها للمصنع استنى معنا ان انت طلعت material من المغزن ودتها المصنع يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتجاهز ولا بتنفذ؟ هتبدأ تنتج اهو؟ يبقى انت كده في مرحلة الويب طيب كان عندي raw materials في المغزن طلعتها عشان ابدأ انتج فاكر في المرحلة دي ايه اللي بيتم؟ اه اول حاجة تعال بس نكمل اقل لك ان فيه materials requisitioned slip حتى هو اقل لك ايه؟ material requisitioned slip هو material requisitioned slip ده بيظهر في ايه مرحلة مرحلة الويب اقل لك ان فيه 6800 كان indirect material ركز معاك كده يبقى انا هنا في مرحلة الويب يبقى اول حاجة هروح اعملها اسجل الويب استنى الويب بيتسجل فيه direct material واي حاجة indirect بنسجلها في manufacturing overhead الله يخليك ركز معايا هو اقل لك ان انت طلعت من المغزن وطلعت من المغزن raw material يبقى المغزن رد علي المغزن اللي بيضاع اللي فيه او المaterials اللي فيه قلت ولا زقتت؟ قلت المaterials دي قصت لما بتقلي بتقلي ايه؟ يبقى هروح اسجل المaterials بقيمتها كلها اللي هي كانت ب36 استنى هو اقيل لك ان ال36 كان فيه materials indirect امتها 6800 ده ال indirect يبقى هيتسجل في manufacturing overhead البيت ما هي البيت؟ ايه؟ 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 يبقى الـ 2900 ايه؟ ايه؟ هنحتاجه بعد كده نرجع تاني اقيل لك في رقم ثلاثة دي دان و دي دان الفاكتري ليبر كوستس انكورد وير الفاكتري ليبر كانت بتسعة وخمسين تسعمائة منها واحد وخمسين ده الويجس والباقي درايب احنا هنا لسه بنسجل الفاكتري ليبر دي في اول مرحلة فاكر بنسجلها ازاي فاكتري ليبر ويجس تاكسس طيب الفاكتري ليبر بتتسجل بقيمتها كلها وهو قيل لك ان قيمة الويجس واحد وخمسين هي بيبل لسه ما تدفعتش يبقى ويجس بيبل واحد وخمسين طيب بعد كده التمانية تسعمائة دي الدرايب بنسميها بيرل تاكسس بيبل حلو فيش اي كلام جديد خدناه ولا هتلاقي اي حاجة جديدة خلاص الحمد لله نرجع في رقم اربعة بيقول لك تايم تيكتس استنى هي تايم تيكتس دي بتزهر بص فيه ثلاث حاجات اول لما هيجيبها لك في المسألة يبقى انت كده في الويب job cost sheet materials slaps او تايم تيكتس يبقى انا كده اكيد هسجل الويب قال لك ان التايم تيكتس indicate that ان في باربعة وخمسين direct labor الdirect يتسجل في الويب والإن دايريكت خمسة تسعمية استنى يعني تكلفة العمال كلهم كام اللي اتنين مع بعض يبقى انا هروح اول حاجة هسجل ايه بص انا ندت تعال نسجل احنا هنا في الويب يبقى هنتجل الويب الويب يتسجل فيه direct labor الdirect labor باربعة وخمسين والإن direct labor بيتسجله في manufacturing overhead يبقى انا كده كل factory labor اللي انا هروح هاخصمها او هقللها من الاكاونت اللي هناك في مرحلة التجهيز عشان ارمي تكلفة العمال في الويب عشان اضيف تكلفة العمال هنا على الorder اللي انا شغال عليه هم مجموعة الاتنين دول وده هنسميه factory labor استنى جبت سيرة الويب حطها في الويب اربعة وخمسين الف واحدة يقول لي انت مخدتش يا ابني ده اسمه manufacturing overhead ماشي اللي بعديها فرقم كم خمسة رقم خمسة مهمة واللي بعديها مهمة جدا ايه لك ان في manufacturing overhead costs incurred on account او incurred on account يعني لسه ما تدفعتش كانت بكم بـ 80500 يبقى هنسجل manufacturing overhead ازاي manufacturing overhead لسه ما تدفعتش يبقى ده accounts payable يبقى هنسجلها سهلة نشح manufacturing و accounts payable نرجع بقى لللي جاية مهمة و يمكن قلتها لك في الاول و اكيد نسيتها اصح رقم 6 اكتب عليها مهمة جدا غبي اصحة الشكر رقم 6 رقم 6 قالك ان في depreciation on the company office office building مهمة جدا الراجل ده قال في اول الفيديو ان لو فيه depreciation مستعجلش لو هو قال لي ان الـ depreciation ده على الـ building بتاع المصنع يعني المصنع ذات نفسه يبقى هنسجلها من manufacturing overhead و accumulate depreciation لكن لو قالك ان ده depreciation على office building على المكتب ده بره للمصنع يبقى منفعش نسميها manufacturing هنسجلها ايه depreciation expense accumulated depreciation ترك ده مهمة اوي depreciation expense accumulated depreciation ده هيأثر على الويب في حاجة لا الويب كان فيها رقمين حلو نرجع لمسألتنا خلصنا رقم 6 المهمة قيل لك ايه بقى manufacturing overhead applied اول لما يقول لك كلمة applied هو احنا بنيجي نعمل estimation لـ manufacturing overhead فين في الworking process احنا مهمتنا نعرف كل job اتحملت manufacturing overhead بقى ده ايه لو هو ما كانش ميديني الrate انا بحسبه اللي هو predetermined overhead rate وبعد كده بحسب manufacturing overhead applied اللي هي estimated automated يبقى اول ما يشوف كلمة uplight يبقى انا كده في الويب ماشي هو هنا قطر خيره حاسب لك rate اقول لك مش احنا كنا نحسيبها بـ two steps اول step هو حاسبها اقول لك ان هي امتها 150% من ايه من الـ direct labor cost من تكلفة العمال الـ direct خلاص حلو اسجلها ازاي انا عايز احسب قيمة الـ manufacturing overhead صح روح دورلي على ده تكلفة العمال الـ direct قد ايه نرجع نجبها من فوق في رقم كام رقم اربعة ايه اربعة وخمسين اربعة وخمسين هو ايه لك ان الـ direct labor cost بـ 54 جميل جميل هو ايه لك ان الـ manufacturing overhead هي 150% من التكلفة دي يبقى حاسبها ازاي هاخد الرقم ده اضربه في 150% ده هيطلع لي قيمة الـ manufacturing overhead طيب هنسجلها ازاي هنسجلها انا هنا في الـ web applied يعني انا في الـ web بعمل estimation لـ manufacturing overhead هسجلها ازاي working process هيتلعب 81% و manufacturing overhead كل الكلام ده خدناه قبل كده يلا نحط الرقم ده هنا يبقى تكلفة الـ web في الآخر اجمع كل دول بس المسألة لسه مخلصتش بص يا سيدي اقيل لك ان رقم 8 fee goods costing 88 were completed and transferred to finished goods ماشي هو بيقولك ان في بضاعة خالصانة ما بقيتش ويب مش بكل المبلغ اللي خلصه وبقى جاهز ان هو يتباع 88 الف من الـ web بس ماشي يبقى الـ web ما بقاش web بقى finished goods اعملها ازاي سهلة جدا كل اللي انا هجعمله اقل الـ web بالـ 88 والـ web تحول لـ finished goods and ventry الله يخليك الـ web هنا جات سيرته اه بس في الكريد بـ 88 بص يا سيدي ممكن تيجي تسألك سؤال في الامتحان مهم جدا قولي الـ ending balance اه قولي الرقم الاخير بتاع الـ web account اعملها ازاي نرجع لسنة اولى بص يا شباب ده اسمه debit وده اسمه credit عشان تجيب الـ ending balance لازم تجمع الـ debit الوحده وتجمع الـ credit الوحده هجمع دول وهنا في رقم واحد عشان اجيب اللي متبقي بطرح الـ 2 نقص بعض يعني مجموع دول ماينس ده معرفش الرقم هطلع كام بس المهم تيجي تسألك سؤال في الاختراض الـ ending balance الـ ending balance بتاع الـ web هيبقى بكام وتديلك اختيارات ممكن اقول رقم من دماغي عشان مش حاسبها خلاص مثلا تلع بعشرين انا اقول مثلا مثلا لما ترحت ده المعيس ده تلع عشرين مثلا فديجي تقولك A و B هتلاقي عشرين ألف في الـ debit side او هتلاقي عشرين ألف في الحتة الكبيرة لو جامعت ده هتقيها رقمها أكبر من ده خلاص فبنحط الـ ending balance هنا لأ الـ ending balance تعالي ويب دائما في الـ debit خلاص حتى لو زيره بنحطه في الـ debit خلاص خمسة وسبعين where sold بيعناه on account بمية وثلاثة يبقى احنا كده بيعنا كل اللي احنا هنيجي نعمله هنسجل to entries عشان دي مرحلة البيع هنسجل entry بالprice accounts receivable عشان هو قال لك on account و sales revenue بالprice طيب والcost of goods sold هو مدهالك بخمسة وسبعين والfinished goods بخمسة وسبعين ييجي اسألك سؤال يقولك هي الـ ending balance الرقم الاخير بتاع الـ finished goods بكام هو الـ finished goods انا ذكرتها هنا بكام بالـ 88 في الـ debit وبعد كده ذكرتها هنا بـ 75 يبقى البضاعة ييجي اسألك سؤال البضاعة اللي بقت ما ببعتش قد ايه او البضاعة اللي كانت جاهزة بس لسه ما عملهاش عملية البيع ده اللي بنسميه ending finished goods قد ايه ده مينس ده خلاص سهلة جدا يبقى خلي بالك ييجي اسألك سؤال يقولك الـ ending balance بتاع الـ finished goods يبقى تعمل t account وتشوف هنا في كام هنا في كام تعملهم مينس بعضة برضو finished goods ده asset الـ asset الـ ending balance بتاعه بيجي في الدبت الـ ending balance هيبقى 13 حل خلصنا السؤال تعال نخش على سؤال تاني اقل لك هنا الشركة بتستخدم job order system و the following data بيدي لك بعض المعلومات و بيدي لك بعض transactions و خلي بالك المسألة دي فيها فكرة مهمة جدا اول حاجة بيقول لك في رقم واحد ان فيه material purchased انا لسه بجاهز اهو on account 192 شكرا و ان فيه factory wages incurred بكزا يلا نسجل المaterial يلا نسجل الـ wages يلا material اشتريتها يبقى raw materials inventory و account paper ما حسبتش 192 نسجل factory labor factory labor و factory wages paper هنا ما كانش ميديني معلومة عن التاكسوس خلاص اللي بعدها اللي بعدها دي مهمة جدا اقيل لك ان دي المaterials اللي احنا طلعناها من المغزن احنا هنا بدقنا ننفذ يبقى هيظهر ايه ويب و دي factory labor هنا مدي لك materials و هنا مدي لك قيمة factory labor الله يخليه و دي اه و دي ارقام jobs اللي انت شغال عليها بس هو مدي لك هنا حركة صائعة قوي اقيل لك ده تكلفة حاجة اسمها general factory use general factory use اكتب كده لما يجي يقول لك ان الحاجة دي بتاعة المصنع كله يبقى يقصد بيها ان هي indirect تاني يقول لك الماتيريالز دي اللي قيمتها 4470 دي general يعني جنرال يعني بتستخدم في كل الجابس يبقى دي indirect خلاص يبقى اي حاجة يقول لك ان هي general تبقى indirect طيب عرفنا ان دي indirect material طيب قال لك ان السبعة تلاف دي هي بيتكلم على labor وقال لك ان هي general يبقى indirect material لا احنا بيتكلم على labor يبقى دي indirect labor خلي بقى general indirect general indirect طيب تعال نسجل احنا بنسجل بالاي بالtotal انت مش هتقعد تسجل جباية جباية خلاص هو بيقول لك ان كل materials اللي انت استهلكتها او طلعتها من المغزن 158 raw materials طلعتها من المغزن يبقى المaterial اللي جوه المغزن قلت يبقى هنقللها في credit احنا شغالينا هو يبقى هنسميه web بس الweb بيتسجل فيه direct material واي حاجة indirect تتسجل manufacturing overhead استنى هو فين direct والindirect وانا قلت لك general يبقى دا indirect يبقى كل اللي فوق direct اجمع كل اللي فوق او اشيل الرقم ده اللي هو indirect من total هيديني direct direct 15530 والindirect انا عارفه 4470 شكرا تعالا نعمل نفس القصة بس مع labor labor كتوتل بنسجله 87 300 دا اسمه factory labor بس انا دلوقتي بنتج يبقى دا اسمه web هنحملها على الweb هنضيفها على الweb الweb بيتسجل فيه direct فقط يعني هشيل من الرقم دا ال indirect دا مينس دا يطلع 80 دا اسمه web طيب يبقى اللي مش web هيتسجل manufacturing overhead 7300 دا ال indirect حلو نخش كده خلصنا دا اه نخش على رقم 3 طيب factory factory equipment يبقى دا دا المصنع يبقى هنسجل ايه manufacturing accumulated depreciation تعال نشوف اهو manufacturing overhead accumulated depreciation charter equipment اللي بعدها بقى رقم 5 depreciation on the company office depreciation expense accumulated depreciation عشان دا مالهاش علاقة بالتصنيع هبص رقم 6 نسجل manufacturing overhead او نحملها على الويب هو هنا يضع لك ال rate جاهز ال rate كان 90 من direct labor cost direct direct اللي كانت قيمتها كام دا غلط الرقم دا direct وال indirect direct كان 80 80 هضربها 90% هو اللي هيديني قيمة manufacturing overhead اللي انا هضفها على الويب يبقى working process 72 و manufacturing overhead 72 حل ايلك ان في jobs completed during the quarter order A20 A21 A23 يعني اللي خلص والجاهز ان هو يتسلم A20 A21 و23 يعني دا لسه مخلص السؤال دا خبيث طيب نعمل ايه دول اللي خلص صح حلو عشان تحسب تكلفة كل order انت دول دول جاهز بس انت مش عارف تكلفتهم كلهم انت عارف هم الاربعة مش عارف التلاتة دول بس طب نعمل ايه هنمسك order order تكلفة اي order هي ثلاث حاجات تاني تكلفة اي order هي ثلاث حاجات تعال نمسك order اللي هو اسمه A20 اي order تكلفته material labor overhead رد المaterial اللي استهلك هذا قد ايه 35 30 240 طب ما تيجي نضيف labor بتاعته عشان نعرف تكلفة order كله 18 الف اه انا وقفت ما عرفش overhead كذاب عارفه مش هو قايل لك ان overhead هي عبار عن 90% من direct labor cost تقصد تقول ان انت عشان تحسب overhead بتاعت order ده هتشوف مش ده direct labor اه هتشوف direct labor بكام وتضربه 90% بالظبط كده هطلع 1600 200 حلو يبقى انا جبت overhead ازاي ما انا عارف ان labor 18 هو قايلك ان 90% من labor اجمع كل ده سيطلع بكام الorder بكام تعال نشوف في الحال اهو حلو اهو هوا عملها لكنا بالعرض material labor و 1600 ال16 من 90% من الرقم ده فهيطلع كتوتل 69 نخش على الorder اللي بعديه الorder اللي بعديه material و labor هاته 42 شوية 22 الoverhead عندي مشكلة ان الoverhead 90% من labor 98 خلاص اجمع كل ده يبقى هيديني تكلفة الorder التاني تكلفة الorder رقم 23 عايزينها material و labor و نضرب labor في 90% عشان نجيب manufacturing و نجمع كل دول طيب الثلاثة دول خلصوا يبقى الثلاثة و بقى finished طب انا عايز احسب قيمة الفنشد يبقى ده اجمع كل دول ايه؟ اجمع كل دول فهيديني في الاخر 240 930 انا عايز اسجل ان دول بقى finished finished يبقى بقى لسا web لا نلغى الweb نلغى في credit اتحولوا لفنشد بالقيمة دي فهمت احنا عملنا ايه؟ طيب احنا مسكنا كل order حسبنا تكلفته وجمعنا كل ده عشان نحسب كل التكلفة بتاعة الأوردرات اللي خلصانة وجهزا ان هي تتبعها المسألة كده خلصت طيب تعالى بقى ناخد اخر حاجة عندنا في التشابتر ده وبعد كده نحل عليها مسألة او كذا مسألة عشان نفهمها كويس جدا وكده نكون خلصنا تعالى بقى نخش على اخر حاجة عندنا دلوقتي هنتكلم عن موضوع اسمه Under Applied or Over Applied Manufacturing Overhead يعني ايه الكلام ده؟ يلا نشوف فاكر انا قلتلك في الاول ان احنا ما بنبقاش عارفين قيمة المانيفاكترينج Overhead الحقيقية غير اخر السنة انا ما ببقاش عارف انا في 2023 صرفت قد ايه ايه اجار او قد ايه مية او قد ايه غاز غير لما السنة تخلص صح ولا غلط؟ اه فاحنا قلنا ان احنا طول ما احنا مش عارفين الحاجة دي فبنتوقعها عشان كده احنا قلنا ان احنا بنيجي نعمل حاجة اسمها Predetermined Overhead Rate وبعد كده بنيجي نحسب حاجة اسمها Manufacturing Overhead Upload Upload يا شباب يعني ايه؟ يعني ده Manufacturing Overhead ده رقم متوقع خلاص؟ طيب يعني احنا اللي اتنين متفقين لحد الوقتي ان احنا بنيجي نعمل استميشن 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 لقيمة المانيفاكترينج Overhead خلاص؟ طيب احنا السنة بتاعتنا خلصت وعرفنا بالزبط خرج من جبنا كام للإيجار والمية والكهرباء والغاز والكلام ده الفلوس اللي احنا دفعناها بالفعل دي بنسميها Actual Manufacturing Overhead استنى انا هنا ظهرتلي مشكلة ايه المشكلة؟ مش ممكن نتوقع رقم واللي يحصل اخر السنة يكون رقم تاني؟ يعني على سبيل المثال انا توقعت السنة دي ان انا هدفع كهرباء ومية وغاز مية وعشرين الف Destination جيت في اخر السنة قعدت اجمع انا صرفت قد ايه على الحاجات دي؟ طلع مية وخمسين الف يبقى هنا فيه اختلاف ما بين ايه و ايه؟ رد علي اختلاف ما بين اللي انا توقعته واللي حصل بالفعل صح؟ صح لما يبقى فيه اختلاف ما بين الاتنين هنا بيظهر لنا مشكلة المشكلة دي الفرق ما بين الاتنين ما بين اللي انا كنت متوقعه واللي حصل بالفعل بيظهر لي حاجة اسمه under اختلاف ما بين اللي انا كنت متوقعه و اللي انا دفعته يبقى هنا بيظهر لي مشكلة من اتنين اما حاجة اسمها over applied او under applied تعال انا نمسك دي يعني ايه under applied كلمة under applied معناها ان انا ركز عملت توقع اقل من الحقيقى ثاني عملت توقع توقع يعني estimation under يعني ايه less اقل من الحقيقى انا لو عملت توقع اقل من الحقيقى يبقى احنا هنا بنتكلم عن حاجة اسمها under applied ده انا توقعت اقل حلو لو انا توقعت اكتر من اللي انا دفعته بالفعل في اخر السنة على سبيل المثال انا توقعت ان انا هدفع اه 180 اللي انا دفعته بس كان 150 يبقى انا كنت عامل توقع over ولا لا المشكلة دي بنسميها over applied امتى المشكلة دي تظهر لما يكون التوقع بتاعك اكبر دي علامة اكبر خلاص more than actual حلو المشكلة دي محتاجين نعالجها هنعالجها ازاي هنشوف يبقى الله يخليك ما تنساش امتى بيحصل under applied لو توقعي اقل under يعني اقل من الحقيق امتى بيحصل over applied لما يكون توقعي اكتر من الحقيق للايه للـ overhead طيب انا كنت اعامل ان الـ manufacturing overhead الـ estimation مية وعشرين ده اللي انا كنت متوقع ادفعه الـ actual طلع مية وخمسين يعني فيه فرق ما بينهم ثلاثين هو بيجي في الامتحان يقولك حددلي الفرق ده over وال under عملت estimation اقل من الحقيق يبدأ under مش بس كده تعالى كده نعمل t-account لـ manufacturing overhead بص شباب manufacturing overhead الرقم الحقيقي بيظهر على الشمال ده الـ actual الرقم الـ applied اللي هو الـ estimation الـ estimation ده الـ estimation كما قلنا استمعها estimation ولكن دعك تعرف ان كلمة estimation نسميها upload بيظهر عليمي حلو تعالى نحط الارقم ده عشان نسبة حاجة الـ estimation كان كام مية وعشرين الـ actual كان كام مية وخمسين هو فيه فرق صح اه الفرق ما بينهم قد ايه تلاتين التلاتين بتتحط فين يا شباب ناحية الرقم الكبير هي ايه الكبير مية وخمسين ومية وعشرين مية وخمسين فانت عرفت ان الـ manufacturing overhead الـ balance بتاعها جاي ناحية الـ debit مش ديه الـ debit وديه الـ credit اه فيجي يقولك سؤال في الامتحان مهم قوي هو معنى ان الـ manufacturing overhead الـ balance بتاعها الـ debit الكيس دي تبقى under applied ولا over applied استنى طول ما الـ balance debit يبقى كان فيه under applied ثاني debit under applied واثبطت لك ليه ماشي؟ طيب الكلام ده عايزك تكتبه معايا طب تعالى نتكلم عن الكيس التانية الكيس التانية اللي اسمها over applied overhead ماشي تعالى نشوف يلا estimation و actual الـ estimation على سبيل المثال كان الـ estimation كان 200 ده توقعي الـ actual اللي انا دفعته اللي انا عرفته في اخر المدة 150 يبقى فيه فرق ما بين التوقع والأكيد فرق قد ايه خمسين احنا محتاجين نعرف الخمسين دي over والأندر شوف توقعك انا ببص على توقعي ببص على توقعي ببص على توقعي الأول عشان فيه ناس بتاخدها من الـ actual لأ انا بقارن التوقع بالـ actual انا توقعت امتين اللي انا دفعته 150 يبقى لا كنتم over في تقييمي ولا لا يبقى over applied بص سيد تعالى نعملتي اكاونت زي ما عملناها كده من شوية احنا اتفقنا ان الـ actual بيكون على الشمال و الـ estimation بيكون يمين وده طبعا الـ debit وده الـ credit بص تعالى نحط الأرقام يلا لو انا قلتلك اللي على الشمال بيكون الـ actual الـ actual وهنا الـ estimation فيه فرق خمسين الخمسين دي تتحط ناحية الـ balance ناحية الرقم الكبير اللي هو هنا هو الـ balance في الـ credit لو جاء قالك معنى ان الـ balance بتاع manufacturing overhead جاي الـ credit يبقى الحالة دي over or under over applied يبقى احنا so far لحد الوقت قلنا حاجتين مهمين جدا لو الـ manufacturing overhead امتى تبقى under applied بتبقى under applied لما يكون الـ estimation أصغر من actual ممكن يقولها لي تانية ان هي debit balance debit under امتى تبقى over applied يعني انا كان توقعي اعلى من اللي حصل يبقى هكتب هنا estimation more than actual او ان هو يقولك ان هي credit اكتب الكلمتين يلا خلاص تماما تعال بقى نحل كم مسألة وخلاص بس خلي بالك هو ينفع عسيب ان الـ estimation مش قد الـ actual غلط ما ينفعش على سبيل المثال لو انا قلتلك ان كان الـ estimation 120 اللي انا دفعته كان 100 يبقى هنا في اه خليها بس هناك عشان عشان ما تطلبتش كانت هنا 150 حلو الـ estimation بتاعتي اقل من لنا دفعته يبقى دي قلنا under applied طيب حلو ينفع ينفع سيب الرقمين له ومش قد بعض كارثة ما ينفعش طب اعمل ايه انت محتاج تعدل اه تعدل الرقم بتاعك تخليه زي الـ actual انت قلت ايه تعدل يبقى احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها adjusting تعديل محتاجين نعمل ايه adjusting تعديل تعديل ايه تخلي الرقم ده هو ده عشان ده الـ actual وده الحقيقي احنا محتاجين نخلي توقعنا add الحقيقي نفس الكلام هنعمله في الـ over upload هنشوف ازاي يلا تعال بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه اه في الجزء اللي فده احنا كتبينه هنا ازاي مش انا لسه ايلك ان الـ under applied معناها ان انا عندي double balance كلام ده احنا قلناه والـ over applied معناها ان انا عندي credit balance احنا قصتنا دلوقتي ان احنا نتعلم ازاي نصلح الغلط نتعلم ازاي نصلح الغلط احنا بنصلح الغلط عن طريق ان احنا بنعمل حاجه اسمه adjusting تسوية او تعديل خلاص بص يا سيدي لو انا قلتلك ان الـ estimation بتاعي توقعي كان 120 وان الـ actual اللي انا دفعته كان 150 اول حاجه اوصف لي المشكله دي under applied ولا over applied بص على توقعك توقعي كان اقل يبقى دي under applied طب ممكن ترد علي هو توقعك اقل من الحقيقي بقد ايه بالتلاتين هي الفلوس دي ايه تكلفة صح؟ ركز الله يخليك انا عندي هنا مشكله ظهرتلي ان الرقم ده مش حقيقي انا عايز اخلي المائة وعشرين اللي هي already متسجله عندي عايز اوصّلها لمائة وخمسون انا تكلفتي كانت قليلها اللي احنا سمناها under applied كنت مسجل مائة وعشرين عايز اوصّلها لمائة وخمسون اعمل ايه؟ ان انا هروح ازوّد تكلفتي ولا اقللها انا تكلفة 120 دي اللي متسجل انا المفروض تكلفتي تبقى 150 يبقى انا هروح ازود تكاليفي بالفرق يبقى عشان كده بقولك لو انت عايز تصلح الاندر ابلايد ارفعه ازود تكاليفي بالفرق ازودها ازاي؟ تعال نشوف بقى الاكزامبل قيللك حازم عنده تلات تلاف ديبت بالانس يعني اندر ابلايد عشان تصلح الاندر ابلايد ارفع تكلفتك تكلفت اسمها ايه؟ استنى تكلفة والتكلفة لما بتزيد بتزيد ديبت عشان كده هروح اسجلها في الديبت هو انا بصلح ايه؟ مانفاكشن جوفر هدر ارمين ناحية التاني في الديبت تاني انا هنا عندي تلات تلاف ديبت بالانس ديبت بالانس معناها ان تكلفتي كانت اقل من الحقيقية تلات تلاف يبقى تروح تزود تكلفتك بتلات تلاف عشان توصلها للرقم الاكتشل تعال امبص على الوفر ابلايد الوفر ابلايد انا عملت استيميشن بمتين الف اللي انا دفعته كان مية وخمسين الفرق ما بينهم ايه؟ خمسين اوصف لي المشكلة انا عندي اوفر في ايه؟ في الاستيميشن توقعت اكتر من الحقيقية خمسين انا مصريفي اهي دي اللي متسجلة لكن الحقيقي اهو بص لو عندك اوفر قلله لو عندك اندر ارفعه خلاص اوفر هقلله مصريفي كانت ازيد من الحقيقية بمية كانت ازيد من الحقيقية بخمسين يبقى اروح اقللها بالخمسين عشان تبقى زي الحقيقية انا عايز اوصل الى المتين تبقى مية وخمسين يبقى اروح اعملها مينس خمسين مينس بالنسبة لي يعني هرميها في الكريدت لان التكلفة بتزيد دي بتقل الكريدت يبقى هروح اسجلها في الكريدت هو انا بعدل ايه؟ المانفاكترينج اوفرد ارميها الناحية التانية تعالي نقرأ؟ يلا شاكر عنده الفين وخمسمية كريدت كريدت يعني اوفر عايزين نصلح الاوفر؟ ارمي التكلفة قال لها حط المانفاكترينج في الدبيت تعالي بقى نحل مثال جنرال وبعد كده هنحل المثال كمان وكفاية في الفيديو ده طيب قالك عندنا شركة اسمها ناصر كامبني البردترمند اوبرهد بريت كان مية واربعين لو مش شاف الارقام شوية افتحها من البيدي اف قدامك خلاص؟ دورينج منز الشركة دي دفعت تسعين الف فاكتري ليبر من التسعين الف تمانين از دايريكت ليبر يبقى دايريكت ليبر كوست كام؟ تمانين والإنديريكت عشرة حلو قيللك ان الاكتوال الاكتوال اوفرهد هو هنا بيدي لك الاكتوال اوفرهد مية وتسعة عشر دا بتاع اخر السنة اللي انا عرفته في الاخر قيللك احسب لي المانفاكترينج اوفرهد افلايد افلايد يعني الاسميشن هو هنا بيدي لك الريت وقللي كان افلايد او اوفر افلايد تعال نشوف بص يا سيدي هو الاكتوال هو كده لازم يدهولك الاسميشن احنا تعلمنا بنحسبه ازاي تعال نشوف نكتب الاكتوال اللي هو الدهولي مية وتسعة عشر تعال نعمل بقى ان نشوف الابلايد هو الاسميشن الاسميشن لو ما كانش عندي بحسبه على خطبتين بحسب الريت وبحسب الاسميشن لكن هنا هو هسيم لك الريت الريت قال لك انه هو مية واربعين الف اصحى مية واربعين في المية من ايه؟ من الديريكت لابر كوست اصحى من الديريكت اهو كل اللي احنا هنيجي نعمله هنقول مية وعشرين في المية اصف مية واربعين في المية هنضربها في الديريكت كوست الهي كان التمانية ده هنطلع عندي بكام مية واثناشر كده انت خلصت نرس السؤال قال لك احسيب لي اللي هو الستميتد اهو قال لك اوصف لي المشكلة كانت اوفر ولا اندر بص على توقعك ملكش دعوة بالاكتشول توقعي اهو انا توقعت 112 اللي دفعته 119 توقعي اقل اه يبقى هنا انا انا في حالة اندر ابلويت فهمت طيب لو قال لك صلح لي هو هنا ما قال لكش اعملي ادجاستنج باستعال نشوف نعمل ادجاستنج ازاي هو الفرق ما بين الاتنين كام 112 اشيل منها 119 يعني فيه فرق كام 7000 السبع تلاف دي لو قال لك اعملي ليها ادجاستنج استنى تكلفتي اللي انا مسجلها 112 انا عايز اخليها زي الاتشول هروح ازود تكلفتي بص عشان اصلح الاندر ارفعه يلا يبقى هزود cost of good sold والcost of good sold لما بتزيد بتزيد دابت وانا بصلح المانيفاكترينج اوبرهد يبقى تظهر الناحية التانية حسنا 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 تعالى نشوف مسألة تانية اقول لك فيه company بتابلوين manufacture overhead to jobs on the basis of machine hours يبقى احنا دلوقتي بنوزع overhead based on مش direct labor hours ولا direct labor cost لا عدد ساعات ال hours machine hours الالات اوكي وقايل لك هنا ان overhead costs are estimated estimated overhead costs كانت بكم بطلط مية وقايل لك ان machine hours انا متوقع ان هي تبقى 125 ماشي ماشي اقل لك for the year في اخر السنة ان كان في 322 overhead costs are incurred دي اللي حصلت بالفعل وكمان مش احنا كنا متوقعين ان احنا هنشغل الالات 125 ساعة ده كانت توقع الالات اشتغلت بالفعل 130 ساعة used انا هنا مش مديني manufacturing overhead overhead الابلايد الابلايد خلاص مش احنا عشان نحسب الابلايد بنعمل two steps pre-determined overhead rate then بنحسب manufacturing overhead applied طيب الله يخليك ركز معاه انا عشان احسب pre-determined overhead rate بستخدم انا بقسم estimated overhead costs over estimated based يعني عشان نحسب pre-determined overhead rate بنقسم estimated على estimated بنقسم estimated على estimated لكن كلمة overhead ابلايد ان انت بتضرب حاجة متوقع حاجة حقيقية انا هاخد pre-determined overhead rate هتضربه في بس any base actual base ثاني الباس ده كان estimated لكن الباس اللي تحت ده unused ايه ده هو هنا مديني الاثنين اه في ساعات الاثنين بيكون مختلفين عن بعض هنا في المسألة مختلفين عن بعض مش هو قيل ان machine hours كانت هنا الاثنين كان بمية خمسة وعشرين لكن كانت used used يعني actual مية وثلاثين ساعات الاثنين بيكون فرقة ما بينهم زي المسألة اللي فات مثلا نستخدم direct cost ماشي لكن هنا في فرقة ما بينهم عشان ده هنا كانت مية خمسة وعشرين وده مية وثلاثين وده هستخدمها وده هستخدمها الاولانية هستخدمها عشان نحسب تعال نشوف عشان نحسب ب determine overhead rate نحسب كيف overhead estimated على estimated overhead cost على estimated allocation base الله يخليك ركز ال estimated overhead كانت هنا 300 وده اقسمها على base وده 20 hours estimated ام 125 شباب الله يخليك دولار وده hours عندما نقسم دولار على دولار يديني percentage عندما نقسم دولار على hours يديني دولار ثاني دولار على dollar percentage زي المسائل اللي فاته دولار على hours يديني دولار فدي هتطلع 2.4 دولار معناها ان كل ساعة هشغلها للمشين overhead عصادها overhead 2.4 كل ساعة هتشتغلها المشين overhead عصادها 2.4 اوكي ثم تيجي نحسب الابلويد وهقولك على غلطة هتموت وتغلطها بتفكر فيها في دماغك دلوقتي هقولك ايه هي المنفكتشنج overhead بنحسبها ازاي بناخد ده نضربه في actual use of machine hours اللي هي 130 تعال بقى نشوف هتطلع كم هتطلع 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 كم يعني عشان هنا مش هساب هقولك تطلع كم هتطلع ثلاثة واثناشر خلاص الدربة هتطلع معك صحة ماشي ثلاثة واثناشر حلو ده الابلويد تعال بقى انت كده حسبت ايه هو طالب منك احسب لي overhead rate حسبته اللي هو رقم واحد طيب بعد كده احنا محتاجين نقول له ده over applied ولا under applied بص المانيفاكترين overhead عشان اعرف هي over applied ولا under applied باخد اللي هي بنسميها applied خلاص ونقرنها بالactual actual هو هنا من دهولك 322 الابلويد انت لسه حسبه من شوية 312 فيه غلطة وانت هتموت وده غلطة عارف ايه هي ان انت تاخد الرقم ده اللي هو التلتمية وهو ده ال estimated او هو ده الابلويد حبيبي انت اللي بتحسب الابلويد خلاص ده رقم مختلف عن الابلويد قلت لك الابلويد عشان نحسبها كلمة ابلويد معناه ايه؟ يعني التكلفة اللي توزعت على ال order ده احنا اللي بنحسبها خلاص طيب بنحسبها ازاي؟ احنا عرفنا وكلمة ابلويد معناها بتدرب توقع في actual حلو الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم عشر تلاف صح؟ محتاجين نحدد under applied ولا over applied بص على ال estimation توقعي 312 بس ال actual 322 يبقى انا هنا توقعي كان اقل من الحقيقي يبقى ده under applied في رقم ثلاثة صلح الغلط احنا صلح ال under applied ارفعه ارفع ايه التكلفة يبقى هسجل هنا cost of goods sold بتزيد debit و manufacturing overhead اهو الكلام اهو طيب احنا كده شباب كده شباب خلصنا التشابتر ده وحلينا عليه شوية افكار بس لسه في افكار هنحلها ان شاء الله في الفيديو الحل هنحل اسئلة تانية هنحل سي ام ايه وهنحل كل الاسئلة ان شاء الله اللي جات في امتحانات السنين اللي فات معلش لو انت زهقت مني بس ربنا واحد وعالم انا بحاول افهمك اكتر ما يخليك تحفظ كان عندي option ان انا اشرح لك والله التشابتر ده ما يخدش مني نص ساعة اخدش اروسلك ال entries مش تفهم اي حاجة مش تفهم ان ده جالي كده و بس ده مشترقيت وانتو عارفين كده طيب ان شاء الله الفيديو الجاي لو لسه في ايه صحة تمام هنحل على التشابتر ده سوا اوكي طيب نشوفكو على اخير ان شاء الله